حقيقي طلاب قول السلام من كل مكاني وبكونوا بخير دايما في حسن حال الله معمين. فينشح مع بعضنا النهاردة التكيفات البيولوجية للكانات الحية في البيئة المائية وهو ده الدرس الرابع معنا. اتمنى ان شاء الله يكون درسة سهلة جدا خفيفة على قلبك. يكون الامور سهلة ووسيطة ان شاء الله بإذن الله نفرم كل كلمة فيه. وتلاقي الموضوع السهل جدا ووسيط. ان شاء الله بعد ما تأخذ بالدرس ده بقى عندك القدرة انك تحل اي سؤال على التكيفات البيولوجية. طيب صلى على نبي. ابعت الفيديو لكل صحابك في سنة اولى. ودلع الخير كفاعلة. يلا يبدأ مع بعض باول درس ويقول ايه? تعالى نشوف احنا اصلا عاوزين نعرف ونطلع بايه من درس ده? اول حاجة عايزك تعرف ان في حاجة اسمها التكيفات الفيسيولوجية او الوظيفية. يعني دي حاجة جسمي بيعملها من جوة عشان يتكيف مع البيئة اللي هي حواليه. بعد كده السلوكية انا بعمل سلوك معين بتصرف بتصرف معين عشان اتأقلم مع الظروف البيئية اللي انا فيها. اما التركبية لا انا جسمي بيعنده تركيب معين عشان خاطر اتأقلم مع الظروف دي. تمام? تمام. تعالى نبدأ الدرس ونشوف بيقول ايه? تواجه الكائنات الحية المائية مجموعة من الظروف البيئية المختلفة التي قد تعوق استمرار حياتها. مثل ايه? تغير درجة الحرارة لان كل كائن يبقى ليه درجة حرارة معينة. طيب بيحب يعيش عام ده وفيه حاجات ما زاد دم الحار زاد دم بارد و هناخد الكلام ده بعدين. اختلاف الضغط الاسموزي هو ايه الضغط الاسموزي ده? هنعرف بعض نفس الكلام ايه الضغط الاسموزي و ايه الاسموزية? كلة الاكسوجين وزيادة الضغط. يبقى دي عوامل ممكن تأثر عليه. حرارة ضغط الاسموزي. اكسوجين. زادة الضغط. كل ده ممكن يؤدي لمشاكل للكانات البحرية المائية ديت. وبالتالي ما تقدرش ايه? تعيش وكامل حاجة. فلازم تتكيف او تتأقلم. الازاج تمتلك تلك الكائنات مجموعة من التكيفات تساعدها على البقاء في بيئاتها المائية سواء كانت محيطات عميقة او بحيرات بحر. ايه بقى التكيفات ديت? اللي اولا التكيفات الفيسيولوجية او الوظيفية او التكيفات السلوكية او التكيفات التركيبية. تعني اتكلم اول واحدة هي اكبر واحدة واللي محتاجة نتكلم عنها شوية باستفاضة. والبقى بعد كده تلاقي التركيبية والسلوكية سهلة جدا ما فيها اي مشكلة. اول حاجة التكيفات الفيسيولوجية او الوظيفية. دي بتبقى تعديلات او تكيفات تطرق على طريقة اداء بعض اعضاء الجسم لوظائفها الحيوية ليصبح الكائن اكثر ملقمة مع الزوف البيئية التي يعيش فيها. بعد نظر عن التعريف احنا مش بنتكلم عن التعريفات. اهم حاجة عشان ابدأ اتاقلم وتكيف مع الماليها بتاعة الزوف البيئية. ايه اللي هي الزوف اصل اللي انا هتاقلم معها? الضغط بتاع المية المرتفعة. لو انا عايش على عمك كبير قوي تحت المية. ايه الضغط ده اللي انا هتعرض له? فيه ضغط عالي. لان المية اللي في ايدي كلها ضغط علي. ازاي اقلم معي. نقص الاكسوجين. الضغط الاسموزي. نتكلم عليه برضو. انت دي باتي مش فهم اين ضغط اسموزي. عميك كامعة اسموزية تفهم الموضوع ده بكل بساطة. بس تعمل بص كده على حاجة عامة. ضغط الماء المرتفع. قالت تلك تمتلك تلك بعض الاسماك اللي هتتعيش في اعماق المحيطات. تمتلك ايه تكيفات في السيولوجية خاصة. تمكنها من تنظيم ضغط الدم داخل اجسامها. اول حاجة لها القدرة تحمل الضغط المرتفع لما تتمتع به من شرايين واولدة قوية متينة. مش فهم الجزية دي. تعالى نشرح مع بعضينا حتة. نشرح مع بعضينا الجزية دي. لو انا عندي ان دية مية. تمام? ادي دي الارض من تحت. وادي المية من فوق. تمام? ونرسم سمكة جميلة هنا. نشاكل السمكة ازاي? اسمها علينا. انا سنتهى. ادي السمكة. السمكة دي ما لها? السمكة المية اللي فوق ديت كلها عمال تضغط عليها. عمال ايه? تضغط عليه. يبقى كده في ضغط على السمكة. طب لو في حاجة هنا سمكة هنا هلاقي كل ده عمال بيتضغط عليه. طب ايه المشكلة? مش السمكة ديت اصلا عندها شرايين. وعندها اوردة. اه يعني شرايين اوردة? ده الحاجة اللي بيمش فيهم الدم. طب لما الضغط ده انا عمالا اضغط 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 بايه بالمية ما هي المية اللي كلها اللي فوقية ديت عميها ضغط علي انا. مش المية دي لها كتلة. اه. والتالي ضغط علي. فده بيزود الضغط. فالضغط هنا لما يزيد. الاوعية الدموية زي بالظهر ما حد بنجي آآ نسحب بينه عين الدم. بنحق حطين تورنيكي اللي هو النقفل من هنا يعني كده. فاللاقي الدم بيقفلت من هنا. فيبدأ الاوعية والشرايين والاوردة. الاوردة هي طبعا قريبة من سطح الجلد. فلاقي الوليد بدأ يزهر. عشان ضغط عليه من هنا. حلو اول. طبعا عشان ضغط عليه افل من فوق. طبعا ما المية برضو تضغط على السمكة. اه قصد ان الوعية الدموية ده هيتقفل. الوعية الدموية ده مالو هيتقفل. طب نحل المشكلة دي ازاي? قالك بكل بساطة يبقى عندها شرايين واوردة قوية. تفضل ايه? مفتوحة زي ما هي كده? يعدي داخلها مين? الدم بمنتهى السهولة. وده عشان هي عندها اوردة وشرايين قوية تتحمل مين? تتحمل الضغط. طبعا ناخد النقطة اللي بعد كده. اول حاجة اقولناها. تاني حاجة لها القدرة على تعديل ضغط الدم بشكل فعال ليناسب او ليظل متناسبا مع الضغط الخريج. طيب. دي حتى انا اخدها قدام ديش دلوقتي. في بعض الاسماك عندها عوامة او آآ مثانة هوائية. مثانة هوائية. بتتميلي بالهوة حتى انتطلع لفوق. وهو يخرج منها فتنزل لتحت. دي اسمها مثانة هوائية. في الكنات بقى اللي بتعيش تحت تحت ضغط كده. لو الهوى ده تجيها عليه ضغط. اعوامة ديها تفرع. ومثانة ديها تفرع. فبتكون مليانة حاجة زيها كده بتعيش بالمية. عشان تبقى متناسبة مع الضغط الايه? الخريجي. دي طبعا انا سبقت لك وقلتها لك بس ايه هناخدها المفروض قدام. يقول حاجة لو الضغط عندي مرتفع. خلاص قلنا ايه الشرايين قوية والاوردة قوية ومتينة تتحمل الضغط. تاني حاجة لو انا عايش والضغط عندي عالي تحت بعمل ايه? بيحصل تعديل عشان يتناسب مع الضغط ده وانا قلت لك ازاي? لو انا عندي بقى نقص في الاكسوجين. طب انا عايش ازاي في نقص الاكسوجين ده? طبعا وانا تحت مفيش اكسوجين كتير. ليه? نرجع للصورة ديت. لو احنا رجعنا هنا الاكسوجين بيلاقيه في الطبقات اللي فوق. الطبقات اللي هنا ديت. يعني خلينا عميلها بدون مختلف. هلاقي الاكسوجين في الطبقة دي. كده. ليه موجود هنا هو ده? لان احنا عارفين ان هو بيجي مع الامواج. يعني موجود في الجزء السطحي ده. تمام? في الجزء التحت. لا الاكسوجين فيه قليل جدا. اكسوجين هنا ايه? قليل. طبعا عامل ايه? تعال نشوف هنعمل ايه? عندنا حاجة اسمها ده اللي هو اسماك في عبان الماء القهرباء. عارفكنا ده بيطلع فعلا كهرباء. وآآ لو انت كتبت علي. هيتلع لك فيديو كده بتاع تمساح. وتمساح مع السمك ديت. آآ تمساح عضها فموتها. بسير في نفس الوقت هو بيعضها القهربيته. فالتنين ماتوا. من اهتي المعيشة. ايه اللي بيحصل? اللي بتعيش يعيش هزا النوع من الاسماك في عماقل محيطاتها التي تتصل الى الاف رمتار. بتعدى حوالي الفين متر حوالي اتنين كيلو ولا حاجة. حيث تكون مستوى الاكسوجين منخفضة. طب هيعمل ازاي? هيعمل ايه مع الاكسوجين ده? تعالى بقى نشوف هيعمل ايه? تعالى نشوف هيعمل ايه? قالت التكافات الفيسيوليو ده ايه? واحد عايش على العمق كبير اوي تحت فعنده ضغط تمامك? عالي وعنده اكسوجين قليل. الضغط العالي عيفنا اعام معها ايه? هيكون عنده اولدة وشرايين قوية. وهيتعامل مع ها مع الضغط ويشوف الدنيا والدنيا سهلها البسيطة بالنسبة لها. طب الاكسوجين بقى هيعمل ايه بقى? قال لي زيادة كفاءة استخلاص الاكسوجين. يستخلصه من مياه? تمام? ده ليه? قال له عشان عنده خياشين كبيرة. الخياشين بتاعته بتبقى كبيرة. لما الخياشين تبي نزلاله كأنها الرئة. تمام? فبياخد ايه? عنده خياشين كبيرة. يكون عندها شعارات دموية دقيقة. دي اللي بتبدأ تسحب وتشفط الاكسوجين من مين? من الماء اللي موجود. فبتسحب الاكسوجين المزاب منه. يبقى عندها خياشين كبيرة. وكمان عندها اوعية دموية دقيقة جدا. عشان تبدأ تسحب اقل اقل كمية اكسوجين مزاب. حلو. تاني حاجة ابطاء معدل الايد اللي هو الميتابوليزم. تمام? لديها اه لتقليل احتياجها للأكسوجين. فاكن لما خدنا مع اه تأثير ايه تأثير الكربون من الاكسوجين. قلنا لو في زيادة للاكسوجين بيزود معدلات الايه الايد التنثير الغذائي. وبالتالي بتنقوه في شكل ايه? احسن. طب اذا الايد بيحتاج مين? احتاج اكسوجين. طب انا ما عندش اكسوجين. هي بتبدأ تقلل من معدلات الايد بتايدها عشان متستهلكش اكسوجين كتير. لان لو عمل الايد كتير هتستهلك اه اكسوجين كتير وما فيش اكسوجين. فالتالي بتقلل وتبطأ من معدلات الايد اللي هو الميتابوليزم. طيب سؤال هنا. ننتظر اجابتك على السؤال في الكومنت هات. بيقول ايه? اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطوة. كيف هتغير نشاط فعبان الماء الكهرابي? او الكهربائي ليواجه نقص الاكسوجين في بيئتي. اظن انت بفوت بعرف الاجابة قبل ما كامل الاجابات او اقولها اصلا. يحصل على الغذاء بكميات اكبر من خلال زيادة معدلات معدل الصيد? شوف انت. يبطء من معدل الايد لتجنب استهلاك المزيد من الطاقة? ماشي? ولا بينام انهم لفترات طويلة تجنب لاحتياج الاكسوجين? ده فكرة الواحد عنده مزاكرة واحد ينام. اللي هو عشان المفودة زاكر? اه. انا واحد هنام بقى. يعني هتقوله لأ. انا واحد هنام. حس بقى ما حد الشي اخد باله مني بقى ان انا نمت. يزيد من حركته ليصبح اكثر نشاطا? اصطلنا اجابتك? تقولي الاجابة هي الف ولا بيه ولا جيم ولا دال? ونشوف اجابتك في الكومنتات. تابعة الضغط الاسموزي. بقى اول حاجة كلمنا عليها. الضغط بتاع المية. بتاني حاجة كلة الاكسوجين. تابعة الضغط الاسموزي. وقبل ما نتكلم عن الجزئة دي لازم نروح نشرحها لوحدها ونرجع تاني. لو انا جبت كباية مية. واسمتها نصين. اسمتها نصين ازاي? جبت غشاء كده اسمه غشاء شبه منفز. جبت غشاء ايه? شبه منفزة. ده غشاء شبه منفزة. يعني يعد حاجات وحاجات ما بيسمحشوا ليها انها تعدي. اي يعني بيسمح بايه? ويعدي ايه? ويعديش مين? يخلي المية تعدي. اما الملح ما يعديش. حلوة اوي. تعالنا نحط هنا كمية مية متساوية. وبعد كده حطينا هنا. كمية من الملح. وهنا حطينا كمية من الملح. ايه اللي يحصل? قالك الكمية بتاعت الملح الكتير. الملح الكتير ده? تخيلهم عادين برحتهم ولا يعيشين في ضغط عايشين في ضغط سبب مين اسبب ان فيه ملح كتير او موجود في المكان ده بقول عليه عنده ضغط عالي طب هنا الملح ده عادين برحتهم مرحرحين كمية ملح قليلة في مياه كتير وده عندهم ضغط اسميوزي منخفض. حل. انت فهمت يعني ايه ضغط اسموزي? ضغط اسموزي يعني في ملح كتير. يعني ايه? في ملح كتير ضغطين على بعضهم. ضغط اسموزي منخفض يعني في ملح قليل. حل. وبعدين ايه اللي يحصل? قال للمية سبحان الله. المية دي بتاع تعشق الملح. تحب الملح اوي اوي اوي. بكل بساطة زيك كده بالضبط لو انا قلت لك بص فيه قدامك شغلانة تديك الف جنيه وشغلانة تديك عشرة الاف جنيه هتعمل ايه? هتحللت شغلان تديك عشرة الاف جنيه. الفلوس بالنسبة لها هي الملح. فالمكان اللي في ملح على طول الملح تروح. طب هنا فيه هنا في كمية ملح قليلة الصح. فلمية تعمل ايه? المية تروح متحركة من مكان اللي فيه تركيز الملح القليل للتركيز دي يملك إيه? كتير. فلاقي المية سبحان الله بدأت تقلي من هنا. تمام? ولاقي المية بدأت تروح فين هنا فلاقي المية من هنا زادت في الجزئية دي كده والمية هنا مالها المية قلت يبا المية زادت في حتة وقلت في حتة قلت فين المية تحركت من الجزء اللي عنده املح قليل لواحد للمكان اللي فيه تركيز ملح ايه عالي يبا او من المكان اللي فيه ضغط اسموزي منخفض للمكان اللي فيه ضغط اسموزي عالي يبا المكان اللي فيه ضغط اسموزي عالي دايما بيسحب المية ناحيته هو اللي ملح كتير. ملح يفيه جزء اللي فيه ملح كتير او سكر كتير دايما بيسحب المية من حيته. طبعا ان الجزء ده يكون مفهوم. تعالنا نرجع تاني الكتاب هتلاقي كده الموضوع بقى اكثر سهولة ان شاء الله. بيقول لك ضغط الاسموزي تعتمد بلوحة الماء في المسطحات المائية على تركز مين المواد المزابة اللي هي مين الملح? في المزيب اللي هو المية. يبقى الملح ده اللي هو المزاب. طب المية هي المزيب. ينتقل ما يسمى بالضغط اللي هو كمية الملح اللي دايبة في المياه. ينتقل الماء من اه او الى اجسام الكلات الحية المائية عن طريق خاصية في زيادة يسمى بمين الاسموزية اللي احنا قلنا عليها. اسموزية ديت انتقال المية من الضغط الاسموزي المنخفض للضغط الاسموزي العالي او تحرك المية من المكان ذات تركيز الملح المنخفض الى المكان زيادة التركيز ملح المرتفع. حلوة كده اعتماد على اختلاف الضغط الاسموزي بين المحايل داخل اجسام الخلايا اجسام الكنات الحية والوسط المائي اللي يتعيش فيه. طيب. بكل بساطة نقدر صحيح جدا. واحنا قلناه وانا ضغط الاسموزي وكلامنا على الاسموزية. تعال نتكلم او يقول لك هنا العلاقة بين ايه تركيز المواد المزابة في محلول وضغط الاسموزي. تركيب تعالى المواد معناها ايه? من الملح او ضغط الاسموزي زياد. المواد المزابة اللي هي الملح. ملح زياد يعني ضغط الاسموزي زياد. طيب تعالى نتكلم على ده تجربة ما نسبانها في اي مشكلة. هنا بقول لك هنا في محلول هنا كان خمسة في المية وانا كان اشرين في المية وده اشياء شبه المنفذي. تخيل ايه لا يحصل? ما يتحرك من يمين للشمال ولا مش باللي مين ولا مش تتحرك قليلا يحصل. بقول لك في الشكل المقابل تم وضع كمية كمية محلول الساكروز سكروز ده سكر يعني سكر آآ صنائي بعدين نفهم الكلام ده سكر يعني وخلاص سكر بتاع البيت تمام? آآ تركيزه كامع عشرين في المية في النصف الايمن وكمية مساوية من محلول تركيز الساكروز تركيزه خمسة في المية في النصف الايسر بتأثير الخاصية الاسموزية ايا مما يليك تتوقع حدوثه بعد مرور بعض الوقت. جاوب لي على السؤال ده ومهم جدا تبقى عارف الاجابة. موضوع سهل جدا. وان المكان اللي في مرح كتير او سكر كتير يسحب مية. تمام? شغل اللي باعي الاجابة. سعر رقم عشر اهو منتظر اجابته. اكتب لي دايما نواقب السؤال والاجابة كزا. تعال نخش على النقطة اللي بعدها ونشوف الكلام ده زي اصلي على الكائنات المائية. اول حالة ناخدها التكيفات الفيسيولوجية للكائنات في المية العزبة معنى خفاض الضغط الاسموزي. يعني ايه? تشوف موضوع الكائنات الايه المائية ده. انا دلوقتي عندي ماء عزب. يعني فيه املاح ما فيهش املاح. لا يوجد ملح. تمام? لا يوجد ملح. طبعا. تعال نكمل. انت عندك هنا كائن وحيد الخلايا. كان ايه? وحيد الخلايا. الكائن ده وحيد الخلايا. عايش فين? عايش ماء عزبة. يعني فيه املاح لما ما فيهش املاح. طب هو عنده املاح? اه هو جسمه فيه كمية من الاملاح. يبين هنا في ملح. يعني هنا فيه ضغط اسموزي عالي. والمية اللي هو فيها ضغط اسموزي منخفض. ضغط اسموزي منخفض. حلو. فالمية تتحرك من من فين لفين بالاسموزية. تتحرك من ضغط الاسموزي المنخفض لضغط اسموزي الايه? المرتفع. طب هو بعدين. هيبدأ الكائن ده المفتوض اللي هو وحيد الخلية. زي حاجة اسمها البراميسيوم اليوغلينة والاميبة تمام? او مين الاميبة? والبراميسيوم واليوغلينة. طيب. انا اخدها كانت شوية وليك شكلهم. المفتوض بمية تفضل تخش جوية تخش جوية تخش جوية. كده ممكن يحصل له ايه? يفرع. عمل ليش بمية كتير. طيب سبحان الله بني يجعله حاجة اسمها الفجوة المنقابلة. حاجة كده لها زي اكياس كده. تبدأ تتميل بالمية. وبتتميل بالمية بدل ما هي تفرقها. طيب مطلعها من غشاء الخلية. وبالتالي كده تتخلص من مية زيادة. يبقى عشان فيه املاح. بقى عنده ضغط اسموزي عالي. والمية العزمة ما فيهاش املاح. وبالتالي هو عمال يخش له مية غصب عنه يخش له مية. فهي تتخلص من المية عن طريق مين? الفجوة المنقابلة. ده بالنسبة لكينات وحيدة الخلية. تعال لو احنا بصينا على الكائنات. عديدة الخلايا. في المية العزمة برضو. جبنا سمكة اهود. ايه السمكة انا سمكة ليه? سمكة لو شافت نفسها كده ممكن تنتحر. انا فنان فرسم. فنان فنان. فوقكم تدخل فرون حلو. عبدالله. نزبط تاني. بسم الله زو عنفة. العنفة تاني. بسم الله عيون كده الدنيا اللي بقت زي الفن. فنان فعلا. شوية كمان كده كشور. نحسسكم بالواقعية على يعني ايه. مهم. نخش في الموضوع. دلوقتي المية اللي موجودة. فيها ملح? المية عزبة. مية ايه? عزبة. ويتترك كمية الملح اللي فيها. الملح ايه? قليل. ماله الملح قليل. فتبدأ يخش لها مية. ليه? لان هي عندها ملح عالي. فالملح المية بتحرك من مكان عنده الملح قليل للملح العالي. دلوقتي هي عندها ضغط اسمودي عالي. حلو جدا. فيه اللي يحصل? قال للمية لما تتحرك. وتدخل داخل السمكة. السمكة ممكن تتنفخ 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 وتفرقع. هل ده بيحصل? لا ما بيحصلش. ليه? قال لي السمكة بيكون عندها كليا كبيرة موجودة فين? في التجويف البطني. او التجويف الايه? التجويف البطني. فتبدأ تشرب مية. هي بتشرب مية عن طريق مين? عن طريق جلد عادي. الجلد بيتدخل لها عشان فرق الايه? الضغط الاسمودي. هي عندها ضغط زعيفة. بخشها عن طريق الجلد. او عن طريق الفم. او عن طريق مين? او عن طريق الخياشين. ممكن تخش عن طريق الفم? او الخياشين? او الجلد. حلو جدا. ايه اللي يحصل بقى? بعد ما هي شربة مية كتابة? بدأ ما تفرع وهتوهم عديهم ندخلهم الكليا. وتوهم من خرجها بول. تمام? في شكل ايه? بول مخفف. بول مالو? يخرج البول. مخفف. دي مخفف. يا شربة ما كتير. والتالي البول اللي خرج منها يبقى مخفف لان في كمية مية كتير. هي تاخد كمية الاملاح لليه ما احتاجاها. تخزنها جواها. بان هي محتاجة املاح. واللي مش عاوزاتوهم نخرجها مع البول. فالبول بيبقى كمية مية كتير و مش قيد مالح قليلين. هيبقى بول مالو مخفف. تعال 걱정يا على الكتاب ونشوف بيقول ايه? بيقول نتيجة انخفاض الضغط الاسموذي للماية العزمة يعني ماء العزمة ما فيهاش املاح عن الضغط الاسموذي للمحليل باجسام تلك الكائنات الحية يعني الاكسام بتاك الكائنات الحية الع트를 �ope apart happening يعني فيها كمية ضغط اسموذي كتير يعني كمية املاح كتير تقوم بسحب كميات كبيرة من الماء حلم تقوم تلك الكائنات بعد ذلك بالتخلص من الماء الزايد عن آآ آآ الماء الزايد حتى لا تتعرض اجسامها للانفجار ومن ثم الموت. الامثالة بقى عندي كائنات وحيدة الخلية. ايه اللي بيحصل فيها? قال لك زي الاميبة. ادي الاميبة والبراميسيوم واليوجلينة. قال لي فانها تمتلك تركيبا او عضيا خلويا. عضيا دي يعني تصغير عضو. هي طبعا يكون لها خلايفة. بشيء عندها عضو. نرى عليه عضيا خلويا. يعني عضو في الايه? في الخلية. اسمه ايه? الفجوة المنقبضة. قال لي ووظفت الفجوة المنقبضة. بتعمل ايه? بتجمع المية. تجميع الماء الزايد عن حاجة الخلية. ثم يتم دفعها حول الشيء الخلوي تفريغ ما بداخلها من ماء خالج الخلية. طبعا شروحنا الكلام ده. قلناه التفشيل. تعال نروح بقى على الكائنات الايه? عديدت الخلايا زي الاسماك. الاسماك بتعيش في الماء العزبة. فانها تمتلك كليتان. تقع. تقعان في التجويف الايه? ايه? تقعان في الباطنة. على جانبي العمود الفكر. ووظيفتهم ايه? التخلص من الماء الزايدة الذي يدخل الى داخل الجسم من خلال الجلد والناء والفم والخياشيم على الشكل ايه? والمخفف. قلنا الكلام ده. تعال نروح بقى على التكيف في المية الملح. نروح تاني. نرجع هنا. دلوقتي بتكلم على الماء المالح. ومين الملح? تعال ناخد الاسماك العادية وناخد القرش. الاسماك. وهنا مين القرش? طيب. هنا المشكلة في اين? ان السمك ديت. بس السمك عشان عندها مشكلة في اسم السمك. جميلة جميلة. سمكة جميلة رائعة. السمك دي بقى مالها عايشة في مية مليانة ملح. يعني الملح بقرة ماله. ضغط الاسموزي ماله كتير. الملح كتير يعني ضغط الاسموزي ماله عالي. ويعني ده ضغط الاسموزي منخفض. وبالتالي هي عمالها تفقد مية. تفقد مية ازاي ما هو البحر فيه كمية ملح كتير قوي. ما قلنا مية ملحة. مية ايه? مية فيها ملحة. وبالتالي الضغط الاسموزي في المية اكتر من ايه? من السمكة. فهي عمالها تفقد مية. تفقد مية. فبالتالي عشان تعود ده تشرب مية كتير. تشرب مية كتير. والتالي تعود الدوax الكلابة بتاعتها تستحمي املاح تى فتشرب مية كتير وتعود المية اللي هي فقدتها. طب القرش بقى القرش بقى بيشتغل على فكرة تانية خالص خالص خالص. الدماغ او القرش ده. القرش. بيعمل بياكل بقى في السمك طول النهار واللي يلاقي بنى وياكلو يلاقي سمك اياكلها. فعنده مواد بروتينية. مواد تحولي الحاجة اسمها ايه يوريا. واليوريا دي اللي بعد كيها تتحول لايه للبول تقول لي بعد كيها تحول لمين للبول فهو يعمل ايه ياخد اليوريا ديت يقول لك مش اليوريا دي اصلا فيها املاح املاح اليوريا اه يقول لك انا لو خزنت الاملاح دي جواي جوا الدم بتاعي هيصبح بتا shit بتاع المالح عندي مساوي تقريبا للتركيز بتاع المالح فين في البحر والتالي انا مش هافكد المائة لانا عالية الملح بتاعي. فيبدأ يخزن في اليوريا بتاعته يخزن في اليوريا بتاعته ما يخرجهاش. وبالتالي يخزن منها كمية كبيرة لحد ما يفضل او يتساوى مين على الضغط الاسموزي بتاع البحر. بيساوي الضغط الاسموزي داخل مين القرش. وبالتالي المية تفضل موجودة داخل القرش مية ايه ما تخلصش والتالي ما تخرجش براه ويعيش هو مستقنيس والدينة زي الفل. تعالنا نوجع بقى لكتاب تاني ونشوف بيقول ايه. قال لي نتيجة ارتفاع الضغط الاسموزي للمياه عن الضغط الاسموزي للمحليل. ضغط اسموزي للمية. يعني المية فيها ملاحة اكتر. بالنسبة للمحليل اجسام اللي تلك الكائنات اللي بتعيش فين? في المية تباح يعني. قال لي فهنا بعضها يقوم بايه? بيبتلها كمية كبيرة من المية. زي ما قلنا على السمك. سمك دلوقتي اللي ماله موجود في مية بتاع البحر. فبيفقد مية كتير. والتالي هي بتشهر مية كتير. طيب تقوم تلك الكائنات بتتخلص من الملح الزائد حتى لا تتعرض اجسامها لفاوض مين? برمي المية بقى. عشان ما تعرضش لايه لفاوض المية بالاسموزي من سمات اموت. انا مش عايز الملح انا عايز ارمية. طيب. بتتخلط الملح الزائد حتى تتعرض اجسامها ايه? لفاوض الماء بالايه? بالاسموزي. الامثلة. قال لي الاسماك اللي بتتعيش في المياه المية والمالحة تحتاج الى ابتلاع كلمية كبيرة من ايه? من مياه البحر. لتعرض فاوض الماء من اه جسمها بالايه? بالاسموزي. حيسو تكون باخراج الملح الملاح الزائدة عن طريق كدهين هو خلايا متخصصة فين? في الخياشين. خلايا متخصصة في الخياشين بتبدأ تخرج برضو من المية والاملاح. طيب. خش على النقطة بتاعة القرش. قال لي اسماك القرش بتعمل ايه? قال لي تعيش في بيئات مائية زي تعملوها مرتفعة. في المحيطات والبحار. وتحافظ على التوازن على توازن الماء والاملاح داخل ايه? اجسمها. عن طريق بقى ايه? تستخدم الانية خاصة لتحكم في مستوى اليوريا. اليوريا دي نتيجة هضم وتكسير جمين? نتيجة تكسير المواد البروتينية. هو مش عليك ما قالكش الجزء ده بس انت عندك اقول لك اليوريا دي يعني جاية من ايه? او حتى بقول لك موكب نيتروجيني ينتج من عملية الايدل بروتيني. تمام? تمام جدا. قال لي تحتفظ اسماك القرش بتركيز عالي من اليوريا في دم ايه? في دم ايه? في دم ايه? يزداد التركيز العالي او يزيد التركيز العالي لليوريا من ضغط الاسموزي. يبقى عملية تزاود في ضغط الاسموزي تركيز الملاع. يصبح قريبا من ضغط الاسموزي المين للمية ايه? المية المحيطة. والتالي ايه? يقل لفوض الماء من جسمها البيئة المحيطة داخل الملوحة الايه? ايه العالية? سؤال رقم حداشر كتب لي واقم السؤال بقول لي اجابته بيقول لي كيف هي ساعد تركيز اليوريا في جسم سمكة الكرش على التكيف مع البيئة البحرية? هل بيزيد من دخول الماء الى الجسم? ولا يقلل فقد الماء من الجسم? ولا يزيد من خروج الاملاح عبر الجلد? ولا يزيد من تركيز املاح في الجسم? جاوب السؤال وقول لي واقم السؤال وايجابته وان شاء الله هو بازن الله نجابك ونقول لك صح ولا غرض. لسان العادة سهلة او ع حد يغلط فيها. تمام? تمام. سانية بقى السلوكيات التكيفات السلوكية. ده سلوك او تصرف او فعل بيقوم به الكائن عشان يتكيف مع البيئة بتاعته. بس في نقطة قبل ما نخش عليها عايز اقول هالك. الا وهي يعني معلومة ليك ان الاسماك اللي بتايش مسلا في الماء العزبة ما نفعش اخدها في الماء الملح ولا الملح اخطاها في العزبة. ده ما بيحصلش. يعني كل بحر آآ ليه اسماك معينة. ولكن هنا في حاجة يعني ايه هناخدها? ان بيتحرك من العزبة للمالح ويرجع تاني من المالح للعزب. ليه حاجة موجودة عند مسلا السلمون. اسماك السلمون تمام? لكن مش موجود عند اي كائن كده او اي سمك هتقدر تروح من تنتقل من هنا لهنا. مش الكلام ده. طيب. ثانيا تكيفات السلوكية. قال لي تتصرفات او سلوكيات معينة بتقوم تقوم بها بعض الكائنات الحية. او تقوم بها كائنات الحية لتجنب الظروف القاسية او لاستغلال المواد المتاحة بشكل افضل. بنمسية ذلك هتجد بعض الاسماك بين الماء العزبة والماء الملحة للتقاثر والبقاء زي مين اسماك السلمون? هنا ايه اللي بيحصل بقى في اسماك السلمون? عالا تشوف واحدة واحدة مع بعض هنا. ضوة الحياة تعت سلمون. اول حاجة السلمون بيبدأ في الماء العزبة. بيبقى البيت بتاعه هناك. قال لي يفكس بيت سمك السلمون في الماء العزبة. يبقى هو والحاجة البيت كان فين في الماء العزبة. حيث تقضي الصغار فترة الاولى من حياتها في الانهار. يبقى كان في ماء عزبة. تمام? اهوت. فأست في ماء عزبة. تقضي فترة كبيرة في الماء العزبة فين في الانهار. من خلال هذه المرحلة تتاقلم الصغار مع بيت مين الماء العزب. يبقى خلاص احنا اتولدنا في ماء العزب. وقت اقلمنا مع الماء العزب. ايه اللي يحصل بعد كده? قال لك بعد ما توصل لحجم معين هي لسه ما كبرتش قوي. لسه صغيرة. بس هي كبرت اقتامل اول. بعد ما توصل لحجم معين بتمر اسمك بعملية بايولوجيا تعب من مين? التكيف الاسموزي. او اسمها تمام? او التكيف الاسموزي. التكيف الاسموزي. موضوع التكيف الاسموزي ده اكيد معلومة مهمة او ما تسمعها جديدة من الماء القبعة. وبالتالي هيجي فيها ايه? سؤال. يعني اكيد هيجي فيها سؤال. ده التكيف مين? الاسموزي. والتي تطيح لها الانتقال الى المياه الملحة في البحار. يبقى تعيشها في العزبة. بس بعد كده بتتغير بيحصل فيها حاجة اسمها التكيف الاسموزي. والتالي تقدرها تنتقل للماء الملحة. بيحصل فيها تغير في العمية التنفس. تغير في دورة دموية. وده اللي بيتحلها ان هي ايه? تتاقل مع عمالية البحار. قال لي بعد كده انتقل او بيهاجة اسمك السلمن لمين للبحار? بعد ما كان في الماء العزبة. قال لي يقضي سمك السلمن معظم حياته البالغة. يعني هو كبير في البحر. يعني هو تولد و هو صغير في الماء العزبة. زي نحن في مصر واحد تولد في مصر. وكبر. فسفر دواء الخريقي يكون نفسه. بعد ما كون نفسه بيجي تجاوز وايه? ويخلف هنا ويموت وهكذا. قال لك عندما يصل السمك السلمن الى مرحلة النطج الجنسي يعود مرة اخرى للانهار للتي ينشأ فيها ايه? ينشأ فيها التقاصر. يبقى هو لما كبر وكون نفسه في دول الخريج يجع هنا تاني قال لك اتجاوز من ايه? بنات بلدنا? وخلف واستقر فين البلد. يجي يتجاوز هنا خلف وخلاص ومات ويجي يطلع اولاده يعيشوا نفس الدايلة تاني. اسمك السلمن بتهاجر وتشوف ايه? آآ رزقها في المية الملحة ترجع المية العزبة تاني. وآآ خلاص بعد ما تكون زبطت نفسها وجبت الشقة وزبطت الدنيا خلاص كده ايه? اسمك السلمن مرتاحة دلوقتي. قال لك وضت سمك السلمن على الانتقال بين البيئات المختلفة. اللي هي المية العزبة والمية الملحة. دي مش اي حاجة. تعود لك وضتها على احداث تكيفات فيسيولوجية معقدة. فعلى سبيل المسال زي ما تكن شوية. بيحصل على النظام الدولي والاي 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 والجهاز التنفسي. يبقى بيغر بيغير في او في الجهاز الدولي بتاعها اللي هو في الاوعية والشرعين والكلام ده كله. والجهاز التنفسي بتاعها. بيتك هاي فان مع مع التغيرات في درجة الملوحة وكمية الاكسجين المختلفة بين المياه العزبة والمياه الملحة. طيب. بقول لك سؤال رقم اتناشر. تزيد عليك الاسئلة اول. عايزك تحلي بقى وتقول لي. اختل اجابة صحيحة من بين الاجابات المعطاة. ما البيئات التي تعيش فيها المراحل اللي هي الاسماك الصغيرة الاسماك البالغة والبيض من دوة حياة سمك السلمون على الترتيب. هل النهر وبعد كده بحر وبعد كده نهر ولا بحر وبحر ولا بحر وبحر ونهر ولا نهر ونهر وبحر. طبعا انا لغبطتك. بس مش مهم ما علينا. جاء اعف اجابة وجاوب لي على السؤال. اخر حاجة هناخدها خلصنا خلصنا التكايفات الفيسيولوجية او الوظيفية. بعد كده خلصنا السلوكية بقى تنقل التركيبية. تركيبية دي تبقى تكايفات او تكايفات التركيبية تغيرات في التركيب الجسماني لجسم الكائنات الحية بتساعدها على البقاء في بيئتها. قال لي من امثلة بقى بتاعت الكائفات التركيبية قال لي الكشور والمخاط يغطي السمك آآ بيغطي السمك بها يغطى الجسم بها لكي يكون مضد للماء والتقليل مقاومة الماء بحركة السمكة عند السباح. يعني ايه? بكل بساطة السمكة بيبقى مغطية نفسها بكشور. تمام? ويكون اللي عليها طبقة من المخاط. لما انت بتيجي تمسك السمكة بتلاقيها من زفلطة. صح كده? لا تمسك السمكة كده او الارمون تحيص نهو بيزفلط من ايدك. ليه? عليها طبقة من القشور المخاط ده بيخليها من نهاية الزفلطة في المية. فبالتالي يبقى حركتها في المية صعبة ولا سهلة? طبعا سهلة. يعني المية ما تمسكش فيها. بالتالي تبدأ سهلة فين? في الحركة. يعني ده تكايف سلوكي. التكايف قصدي في التركيب بتاعها. هي عندها تركيب سعيدها على ايه? على العلم. الحاجة التانية الجسم الانسيابي. يعني جسم الانسيابي? الجسم الانسيابي. تمام? بيقلل مقاومة المية. آآ يقلل مقاومة المية لحركة السمكة. يعني ايه? لو انا جبت لك عربية او من غير عربية. لان انا تبص كده بنها بشتن برسمة. اي عربية رياضية. اي عربية رياضية. هتلاقي امشي ازاي? بالعربية من عاملة كده. بقى كده كده. لا ماشي من تحت. طيب تلاقي الحتة ديت دايما وجسمها قليل عشان لما يجي يمشي يبقى مقاومة الهوى قليلة تلاقي الهوى جايد كده كده قليلة طيب عربيات النقل تبقى عاملة كده صح المي الهوى لما يجي يغبط هنا هيبقى مين اقصى مقاومة هنا ولا هنا طبعا هنا عشان جسم ده ينسيابي وبالتالي بيكون المقاومة المقاومة للهوى اكتر لما يكون جسم انسيابي يبقى مقاومة بتاعة الميه اقل او الهوى عموما بيكي عمنا نتكلم عال السمكي بمقاومة مين الميا فلما تجي يتمشي في الميا جسمية بيعمل كده هوت فتمشي بسهولة تمام حلو جدا يبقى يبقى كده تكلمنا عالقشور والجسم الانسيابي تعاني الكلم بقى للزعينف الزعينف دي بتخليها تتحرك ديك بقى عندها كتازو عنفة المسال الهوائية او كيس العوم دي بتساعد اسماك العظمية في الطفوع العظمية. ليه? لأسماك الغدروفية واسماك عظمية. من الاسماك الغدروفية معلومة يعني مش عليك هي اسماك القرش. عشان كان القرش تلاقيه كبير وكل حاجة. بس يكون من جوة الهايك العظم من الغضاريف. فالغضاريف اخف من العظام. فتلاقي النط فوق المية وينزل تاني وعادي بالنسبة له. لكن اسماك العظمية دي الهايك العظم بتاعها عظم. ناشف زي سمك البلتي والبوري كده. فتلاقي الشوكة تشكك في بققك خرابت لك الدنيل. تمام? يبقى السمك العظمي ده تقيل. فهنا عايزوني يطفل فوق يعمل ايه? عنده مسان هوقية. اللي هي ديت الجزء ده كده. يملاب الهوى يطفل فوق. يخرج منه الهوى ينزل لتحت. طيب. تاني حاجة الخياشين. تمكي السمكة من استخلاص مين الاكسجين المزاب في انماء. يبقى الخياشين ديت اللي هو جزء ده. معرفيك الجزء ده اللي الموما بتعرف منه مين هاي السمكة دي بالبقى كده. احنا خلنا التكيفات اهوت. بتاعت الاسماك بشكل عالي. التكيفات بقى التركبية الاسماك اللي في الاعماق مالها. في اعماق ده عنده مشكلة في ايه? انه يعيش على عمك كبير جدا. عنده مشكلة انه تحت فيه ضلمة وتحت فيه ضغط عالي. تمام? فان يحصل? قالت تتميز اسماك اللي يتعيش في اعماق صحيقة للمحيطات مثل سمكة الجديد اسمها الايس فيش. الذي يعيش في المحيطات الجنوية الباردة على اعماق تصل الى ايه? الفين متر يعني حوالية مين كيلو تحت ايه? عمك في المية. بناتها تمتلك تكيفات تركبية خاصة. زي ايه? كبر حجم العين. يعنيها كبيرة عشان تشوف اكبر قدر من الضوء لان هي عايشة على عمك كبير اوي. وبالتالي كمية الضوء اللي موجودة تحت قليلة. فبالتالي يعنيها كبيرة عشان تجمع اكبر قدر من الضوء. طيب تاني حاجة انضغط الجسم. ليه الجسمها مضغوط كده? تحسن ما تكون كاف بعضها. عشان تقدر تستحمل الضغط. لكن لو هي حاجة مفرغة. وضغطت عليها. هتبوز. اه يعني هي هتتطبق. لكن اصلا قبينا خلقها سبحان الله مضغوطة. حسنها متطبقة لوحديها. تمام? فييجي الماء الضغط عليها. مش تأصل معها في حاجة. ليه? هي اصلا مضغوطة. اللي كي تتحمل السمكة الضغطة المتفعة جدا في المياه العميجة. هي دي سمكة مين الجليد. يبقى هنا بقى في حتتين عايزين نعرفهم حاجة يسمعها تبادل الغازات والتنفس الخلق. تبادل الغازات. ده بيحصل ازاي? بكل بساطة. ان الكائن يحصل على الاكسجين من خلق ساني وكسجين الكربون. احنا كبنادمين. بنعمل ايه? بنحصل على الاكسجين ونخرق ساني وكسجين الكربون. بس انا عايز اقول لك حاجة. ننقع بس تبادل الغازات وقول لك على ما كنت عايزه لك على. تبادل تبادل الغازات هو حصول الكائن الحي على الاكسجين من الهوائي الجو. او من البيئة المحيطة. والتخلص من ساني اكسيدي الكربون. امسيت ايه الكائنات وحيطة الخلية كان قويبة تحصل على الاكسوجين من البيئة المحيطة وتتخلص من ساني اكسيدي الكربون عن طريق الايه? الانتشار. الانتشار ده برا فيه اكسوجين كتير. وانا ما عنديش فكتير يدي القليل. يدي الفقير. بيخشها بخصية اسمها الايه? الانتشار. طب جوة بقى عندها عملية الايضة وكل حاجة بقى عندها جوة ساني اكسيدي كاربون كتير. وبره قليل. فطهم خرجها ساني اكسيدي الكاربون بالانتشار. حلو. هو احنا اصلا بنتنفس ليه? بنتنفس بنخل دخل اكسوجين ونطلع ساني اكسيدي الكاربون. حلو. ليه بغضوا بتتنفس? والفاكرة مش في التنفس. هي الرئة بتاخد الاكسوجين تعملوه بتوزعه وتحطه في الدم عشان يتوزع على جميع اجزاء الجسم وعلى كل خلية. فكل خلية يازم يوصل لها غزة ويوصل لها ايه? يوصل لكل خلية غزة واكسوجين. عشان الاكسوجين ده بيخش الخلية يعمل جواهة حاجة اسمها التنفس الخلوي. التنفس الخلوي ده? ياخد الجلوكوز اللي احنا اخدناه ويبدأ يقصره ويعمل له عملية اكسادة تمام? في الميتوكوندريا ويطلع علي طاقة. يطلع علي طاقة. ونتيجة الطاقة دي ده اللي طلعت بيطلع ساني بسيدي الكاربون اللي بيطلع في تبازل الغازات. يبا احنا اصلا بناخد الاكسوجين عشان نوزع على كل خلية في الجسم عشان يعمل لي حاجة اسمها التنفس الخلوي. ايه فايدة التنفس الخلوي? انتاج الطاقة. انا قرأ بها الكلام ده. قال ليه عملية حيوية يقوم بها آآ يقوم آآ خلالها الكائن حي بتكسير رغوة الكامية الموجودة في جزئات الطعام. خاصة من الجولوكوز اللي يحصل على الطاقة المخزنة. طيب ونخزنها في شكل حاجة اسمها اي تي بي. حاجة اسمها سلاسة على الفوسفات مش عليك. بس دي الحاجة اللي الجسم بتعامل هي دي الفلوس بتاعت الجسم. يعني انا عاوز جسم عاوز يعمل حاجة بيعملها بال اي تي بي. انا هتفع مسلا تاتة اي تي بي. اعزي هتفع اربعة اي تي بي. تمام? كده. حتى مش عليك دلوقتي خليها بعدين. يعني اخر سؤال ده. اختر اجابة صحيحة من بين الاجابات المعطاة. اي تكيفات التالية يعمل على تقليل تقليل المقاومة. مقاومة المية الحركة تلقى. هل الزعانف والخاشين? ولا الجسم اللي انسيابي ومخاطي الجسم. تمام? خليك فاهمني كده. والمسانة الهوائية والخاشين والزعانف والمخاطي. اتمنى السؤال يكون سهل. ومستني اجابتك. عشان اقول لك صح ولا غلط. وكينا نكون خلصنا الدلس بتاعة تكيفات الفيسيولوجية والتركبية والسروجية. دلس الخامس عايزين نعرف فيه ايه? عايزين نعرف الطاقة الداخلية ايه هي? درجة الحرارة وكمية الحرارة. هو فيه فارق بين الاتنين? اه طبعا. وحاجة اسمها الحرارة النوعية والحرارة النوعية للمية. طيب قبل ما نتكلم في الدرس عايز اديك ملخص كده يفاهمك ويبين لك الامور. بالاول كيف تلاقي الامور اسهل ان شاء الله. اركز بس معي كده وصل على النبي. عزيزة والسلام. قال لي كلمني على حاجة اسمها درجة الحرارة وكمية الحرارة. هو فيه فارق بين الاتنين? طبعا فيه فارق بين الاتنين. كمية الحرارة ودرجة الحرارة. درجة الحرارة ديت لما سانا اقول لك ايه? اه انا جسمي سخت. هل? انا جسمي فيه طاقة. في فيه حركة. تمام? بتحرك وبتاع. فانا عندي طاقة دلوقتي فيه طاقة طاقة وضع وتقط حركة تمام? طاقة حرقية وTT ايه? طاقة وضع. فبالنسبالي الاتنين دول على بعض هي كمية الحرارة الحرارة الفي جسمي قد ايه? طيب لو انا عايز اعبر بقى عن الحرارة للي في جسم ديت. واشوفها هي قد ايه? اذا جائس داقة الحرارة ايه مثلا ان انا سبعة وتلاتين. سبعة وتلاتين ايه? تمام? اه يبقى داقة الحرارة دي الصفة تمام? او التعبير الوصفي اللي بعبر بيه عن كمية الحرارة يبقى الاتنين هي معلاقة بعض اه ولكن ضغط الحرارة حاجة وكمية الحرارة حاجة طيب يبقى دي كمية الطاقة بتاع الطاقة الحركة الحركة زائد طاقة مين طاقة الوضع طيب عايزك باودة تفرق النقطة تانية لو انا جبت جسم سخت نجيب لون تاني جبت جسم ايه سخت وخليته يلمس جزء او سطح بارد اللي بيتنقل هنا هل درجة الحرارة اللي بتتنقل ولا كمية الحرارة قال لي لا كمية الحرارة الاقلات السخنية مشت من الجزء الاحمر ده تمام قعدت لجزء البارد اه يبقى ما اجيب حاجة سخنة كده حطاها على حاجة بردة اللي بيتنقل هنا كمية الحرارة وليس درجة الحرارة نقطة دي مهمة لازم اتقع اعرف انا. تاني حاجة عندي حاجة اسمها الحرارة النوعية. الحرارة النوعية دي. قال ان كل مادة يكون لي حاجة اسمها حرارة نوعية. في الدرس بيديك مثال جميل جدا بيعجبني يقول لك ان بيبقى في فرق من درجة حرارة المية ودرجة حرارة الصخور والرمال والكلام ده كله. لو احنا عندنا بحر ومية آآ آآ وبعد كده عندنا الشط. الشط لو انت ماشي على الرملة تلاقي الرملة سخنة قوي قوي قوي. لكن المية هو اللي بتتعرض نفس كمية الطاقة الشمسية تمام? متنين جنب بعض. ولكن المية ما تلاقيش سخنة كده. تحط يجلك في المية زي الفل. تحط يجلك على الرملة تلاقي النار مولع مولع جدا. كان زمان ما نكون في السوق كده آآ مع والدتي ولا حاجة. لما نشتري من عربية او كده يكون فيها حديد. احط يدي على الحديد. اتلسع عشيد ايدي تاني. يوم شمس بقى صيف رهيب. ما منك تيجي تمسك الفجهة او تيجي تمسك تحط يدك على جلدك عادي. طب الحديد بتعرض نفس كمية الحرارة وانا بتعرض لكمية الحرارة. اش معنى ما بيحصل ديش كده? قال لي عشان الحرارة النوعية. يعني ايه يعني? طبعا بديك ملخص الدرس عشان ما اكتوهش مني. قال الحرارة النوعية ان كل مادة لها حرارة نوعية. حرارة نوعية ديت لو هي منخفضة. ألاقي الجسم ده يكتسب يكسب حرارة بسرعة. يكسب حرارة ايه? بسرعة. ويفقد بسرعة. يبقى الحاجة يكسبها بسرعة. يكسب لا يسخل بسرعة قوي. ويبقى بسرعة جدا. لكن لو هو حرارة النوعية عالية. حرارة النوعية قالها عالية. يكسب الحرارة ببطء. وكمان يفقد الحرارة ببطء. الموضوع ده بيدخص لك كتير قوي قوي قوي. يعني ركز كده معي. المية بتيجي تسخن فيها. تسخنها. وحط يعني حلة على النار وفيها مية. وحلة تانية فاضية. حط يدك في او انت في نفس الحلة. حط يدك كده على الحلة من بره. المسها هتلاقي الالمونية واللعد. تضعشت المسها تلسع. طيب تحط يدك في المية. المية لست. يا دوب بتدفع. ايه ده? هو ايه اللي حصل? هو مش اتنين بتعرض نفس الحرارة. ايه الفرق? قال لك المية الحرارة النوعية بتاعتها عالية عالية عالية. لكن المعادن بتبقى الحرارة النوعية بتاعتها منخفضة. بتبقى بسرعة. وبتسخن بسرعة. عشان كده نعمل حلل بتاعتنا من معادن عشان تسخن بسرعة. تمام? وتبرد بسرعة. طيب كده انت فهمت الملخص العالم طعا بقى نتكلم ونشوف الكلام ده كله في الكتاب يقول ايه? قال لي تتقصر كانت البحرية بدرجة الحرارة. درجة حوارة البيئة البحرية وبالتغيرات الحادثة فيها. وبدراسة ذلك اتطلب دراسة بعض المفاهيم الفيزيائية. ايه بقى المفاهيم الفيزيائية? قال لي فيه حاجة اسمها الطاقة الداخلية للجسم. طاقة الداخلية للجسم. بالمناسبة لما بيكون حاجة غير حية بقول عليها آآ غير حية بقول عليها آآ جسم او بقول عليها منظام. تمام? اما كان حي بقول عليه جسم بس طيب. قال لي يتكون اي جسم او نظام من عدد هائل من الجزائد. يبقى النظام ده مش مش كان حي. الجسم هو كان ايه? حي. بيكون عاد هائل من الجزائد جزئ جمع جزئ جمع جزئ جمع جزئ. التي تكون في حالة حركة مستمرة وبذلك يكون لها ايه? يكون لها طاقة حركة نتيجة عن حركة الجزائيات. تمام? يبقى الجزائيات لما تتحرك بينتج عنها ايه? بينتج عنها طاقة حركية. حركة الجزائيات يبقى طاقة حركية. وعند طاقة وضع. طاقة وضع دي هي القوة المتبادلة بين الجزئات التي تعتمد على موضعها بالنسبة للموضعها البعض. لبعضها البعض. اديك مثال. لو انت عندك آآ لوح شمس. بينتج ايه? طاقة كهرباء. الطاقة الضوئية اللي جاية من الشمس للوحة الشمسية دي. تمام? دي طاقة حركية. طاقة ضوئية حركية. طاقة ضوئية حركية. مش الضوء يتحرك. صح? نجي من الشمس لحد اللوحة بتاعتك. يدي طاقة ايه? حركية. انت خزنت الكهرباء دي وحطيتها مسلا في حاجة البطارية. حاجة البطارية ده عبارة عن طاقة وضع. انا وضعتي الكهرباء هنا هو. يديك طاقة وضع ايه? مخزنة هنا. ده فهي من طاقة ايه? طاقة الحركية وطاقة مين الوضع. طب وقال لن طاقة بالنسب حاجة اسمها مين الجول. وتكافئ كيلو جرام في متر مربع على ثانية تربية. هناخد الفلام ده بازن الله ونتكلم على تحاصيله. طيب. يعني بيقول لك ان النظام ده جزء محدد من العالم المالي ويه يتم دراسته وتحديد خصائصه. يعني بيقول لك ان كل الحاجات ده عبارة عن ايه? عبارة عن نظام. درجة الحرارة بقى. بيقول لك يخلط البعض بين مفهومين. درجة الحرارة وكمية الحرارة. طبعا احنا تكلمنا عنها من شوية. بالرغم من ارتباطهما ببعضهما البعض. الا ان هناك فرق في المدلول. في مدلول كل منهما في عالم الفيزياء. وفيما يلي سنتعرف على مفهوم درجة الحرارة. نرجة الحرارة بقى اعمالها هي وصف وصف كمي لمدى سخونة او جهودة جسم او نظام. او من قياس المتوسط المتوسط مين? طاقة حركة الجزئيات. اللي هي الطاقة مين? الطاقة الحركية. اما كمية الحرارة بنقس بها مين? الطاقة الحركية وطاقة مين الوضع. تعالي نخش على الصفحة اللي بعدها ونشوف بيقول ايه? على كده اركز معي. بيقول لي مثال. متوسط طاقة الحركة في بخار المية اكبر من المية اكبر من التلجي. ليه? حركة البخار. البخار ده مش هو دي بات بيتحرك اكتر. من لم يتحرك اكتر يبقى متوسط الطاقة فيه اكتر. طب المية ما بتتحركش زي البخار. البخار ده عمال يتحرك بسرعة. وبالتالي حركة الجزئات فيه اقل من البخار. طيب التلج التلجي ساكت مكانه. ويتتلج كمية الحركة فيه قليلة. اي ان متوسط طاقة حركة الجزئات يزداد بارتفاع درجة الحرارة. بيقول لما نزود ارتفاع درجة الحرارة بيزداد ايه? طاقة الحركة. لما طاقة الحركة بتزيد معنا كده ان هو عنده ارتفاع في درجة الحرارة. طيب بيقول لك ايه? تعتبر درجة حرارة الجسم او نظام قياسا للطاقة الداخلية له. بقيس بالطاقة الداخلية. فعنده التسخين والتبريد. ايه اللي بيحصل? عند التسخين بيكتسب النظام كمية من الطاقة الحرائي الحرارية. انا بسخن. بديه طاقة حرارية. والتالي لما الطاقة الحرارة زودت درجة الحرارة يبقى الحركة بين الجزئات بتزيد تبدأ تزيد. بتزداد ساعة اهتزاز الجزئات. تبدأ تزداد تهتز وتتحرك وتخبط في بعضها. وتزداد طاقة حركة الجزئات تزداد مين سرعتها. تبدأ تخبط في بعضها كتير. وبالتالي درجة الحرارة هي تزيد. فازداد الطاقة الداخلية المين من الجسم. يبقى ارتفاع هيؤدي ازالك ايه? ارتفاع درجة حرارة الجسم او النظام. لما زود الحرارة تبدأ تزداد ساعة الاحتزاز بتاع الجزئات. يخبطوا ببعض اكتر. طاقة الحركة زيد. تزداد سرعتها بالتالي تلاقي درجة الحرارة عمالة بتزيد. طب مع التبريد العكس تماما. بيفقد النظام الطاقة الحرارية بتاعته. وساعة الاهتزاز بين الجزئات بتسكن وتقل. والتالي الطاقة الحركية للجزئات وسرعتها تقل وتقل الطاقة الداخلية في حصل انخفاض للجسم او لدرجة الحرارة. طيب. بعد كده عايزين نتكلم على ايه? قال لي بتقاس درجة الحرارة بالترمومتر. ولكن الوحدات بتاعته مش مش وحدة معينة. بتقاس درجة الحرارة بعدة وحدات. منها مين? الكيلفن ومنها السليزيوس. السليزيوس هي اشهر حاجة بنتعامل بيها وموضوع سهل جدا بيها ومش صعب يعني. اللي وهنا عارفين هو اللي هو السفر السليزيوس والميت السليزيوس والكلام ده كلها. بس في حاجة قبلها اسمها كيلفن. طاعة ميلفن كيلفن. كيلفن طبعا احنا عارفين ان المية بتتجمد عند كام عند السفر سليزيوس. تمام. عند السفر درجة مقوية. وما البقى الكيلفن ده. قال متين تلاتة وسبعين. خلاص. يبقى نطلع من هنا قانون بيقول ايه? ان درجة الحرارة بالكلفن. تمام? بتساوي ايه? بتساوي مش هو السفر كان بيساوي متين تلاتة وسبعين. بيساوي درجة الحرارة بالسليزيوس زائد زائد متين تلاتة وسبعين. بس بس دي. صغل الخط بس شوية. يبقى متين تلاتة وسبعين. يعني لو انا قلت ان ان ضغط الحرارة في السليزيوس سفر. ازا الكلفن يساوي كان متين تلاتة وسبعين. تمام جدا. طب لو قلتك ضغط الحرارة مسلا مسلا يعني اه ابوص هو ده اللي انا قلته. لسه هو مطلعه هو. خلانا اقول مسلا ضغط الحرارة واحد. هزود واحد على متين تلاتة سبعين امتين اربعة وسبعين. هزود اتنين. طيب في نقطة بايز اقولها لك. معنى ان انا المسال اللي بقى اعمال اقول لك ان هزود درجة واحدة في السليزيوس معنى ان هيزيد لنفس الكلام درجة فين? في الكيلفن. طب زودت عشر درجات في الكيلفن في السليزيوس هيزيد عشر درجات فين? لو زودت في السليزيوس عشر درجات هيزيد في الكلفن عشر درجات. لان هو اقم ثابت موجود عندي اللي هو متين تاتة وسبعين بزود عليه السليزيس يدين الكلفي. طب لو انا عايز اجيب السليزيس قال لي السليزيس اللي هي ضغط الحرارة بتساوي مين? بتساوي اه اقول له على طول الحرارة اللي عندي سالب مين? اطرحها من متين تلاتة وسبعين. تمام? اطرحها منها. بنجيب ديت بعكس الاشهارة. بنجيبها بعكس الاشهارة. طيب. تعال انا بص هنا. يعني مثلا درجة الغلائن هنا. بكام? قال لي درجة الغلائن هنا بكل بساطة? عبارة عن ميت سليزيس هنا كام? هزود المية على متين تلاتة وسبعين. طب هنا قال لي سالب مع زيرو كيلفن يبقى كام سالب? آآ هجيب ديت بعكس الاشهارة. ده بزيرو. يبقى ده اجيبه بعكس الاشهارة يبقى كام سالب متين تلاتة وسبعين. يقول لي مقياس كيلفن يمثل من قياس تقضية درجة الحرارة في النظام الدولي الوحدات. للتحويل بين درجة الحرارة على تدريك سليزيس اللي هو سي تي. وتدريك كيلفن اللي هو التي آآ اسي تي دي. قصد تي سي تمام? اللي هو وتدريك كيلفن اللي هو كيلفن. تمام? تستخدم اللاقة اللي احنا ايه قلنا لكم. ماشي قلنا كام ده كله ما فيش اي مشكلة خالص. طيب. احنا هنا برضو ان التغير درجة الحرارة مقدار واحدة على التدرج او التدريك بتاع سليزيس فانها تتغير ايضا بمقدار ايه واحدة. لان انا هزول واحدة اي هنا هيزلي واحدة على دي. واكذا. موضوع سهل وبسيط ما فيش اي مشكلة. جزء بقى اللي جاي ده هو ده الكلام اللي عايزين نتكلم عنده هو ده المفيد. كمية الحرارة. اللي فاد ده كان ضغطة الحرارة بنعبر به. ده كمية الحرارة. كمية الحرارة بيقولك بعد ان تعرفنا على مفهوم درجات الحرارة دعنا الان نتعرف على مفهوم كمية الحرارة. قلت الطاقة المنتقلة من جسم او اليه او خلاله عند وجود فرق في درجات الحرارة. ازاي? لو انا عندي جسم سخن. وجنبه جسم بارد. الحرب تنتقل من البرد للسخن ولا من السخن بالد? طبعا السخن عنده طاقة حرارة ايه? طاقة حرارية عالية. بالتالي الغني يدل ايه? الفقير. فهو انت عندك حرارة اكتر فتدي الفقير اللي هو البردان فتدي له حرارة. دي طاقة منتقلة. تمام? تعاني ااخد الجزء اللي بعد كده. بيقولك ايه بقى? لو انت عندك هنا الحرارة اه تنتقل حرارة من الجسم الساخن الى الراسطة المحيط. فلو انت عندك قطعة فح مولعة هتلاقي الحرارة تنتقل لمين? للغرفة. لان هي السخنة تدي مين? الدافي. طب لو انت عندك الحرارة عندك مسلا مكعبات تلج جوة حواليها السخنة. فهي الحرارة بتوح لمين? لكتعة التلج. وانا كذلك جوء جسم سخن بتنتقل الحرارة مين للجسم البرد. بيقولك كمية الحرارة بتقاس بمين? تقاس بالجول? وقلنا من شوية بتكافئ قد ايه? الحرارة النوعية ديت بكل بساطة عندنا في المنهج هي الحرارة اللي انا محتاجها كمية الحرارة اللي انا محتاجها عشان احول او ازود آآ المادة ازود حرارتها درجة واحدة سليزية او يعني ايه? لو درجة الحرارة هنا مسلا انا اشرين خليتها واحد وعشرين قد ايه طاقة حرارية انا محتاجها عشان احولها او ازودها ايه الدرجة دي? تمام? هي دي الحرارة النوعية. دي تختلف من كل مادة عن التانية. يعني الحديد غير المية غير البخارة المية غير النحاس غير الامونيوم غير الوصاص واحنا قلنا الحاجة اللي عندها طاقة او حرارة نوعية عالية تسخن ببطء وتبرد ببطء. ولكن اللي عندها حرارة نوعية منخفضة تسخن بسرعة وتبرد بسرعة. او عصبية اه ولكن ايه? انا ما فيش بتبرد ايه? بتهدب سهولا. يبقى هنا تعالى نبص بيقول لك لو انا عندي كرة من محاس كتلتة واحد كيلو. وكرة من الامونيوم كتلتة واحد كيلو. يدي اتنين نفس الكتلة. قال عشان احول المحاس من عشرين سليزيس الواحد وعشرين. احتاجت كم جول? كام قديه اه طاقة حرارية? محتاج تلتمية خمسة وتمانين جول. اما الامونيوم احتاجت قديه تمنمية سبعة وتسعين جول. يبقى هو نفس الكمية نفس الكتلة هنا كيلو هنا كيلو. ونفس الضاجة. انا زودت درجة. ولكن كمية الحالة احتاجتها في الالمونيا اعلى بكتير. والتالي دي عندها حرارة نوعية اعلى. يعني دي تبرد تكتسب حرارة بشكل اسرع اه ابطأ من النحاس ولكن تبرد بشكل ابطأ من النحاس. قال لي ومن هنا نشأ مفهوم الحرارة النوعية كخاصية تميز بين المواد المختلفة ويمكن تعرفها كالقاتي. هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة الحرارة لرفع درجة حرارة واحد كيلو جرام من مادة درجة واحدة سليزية او كيلفانية او ايه? سليزية او كيلفين واحدة. يبقى حولتها من عشرين واحدة وعشرين. حولتها من تلتمية مسلا اه متين تتاتة وسبعين لمتين اه اربعة وسبعين. تمام? يبقى نزودت درجة واحدة. احتاج قد ايه بقى طاقة? هو ده اللي كنا نتكلم عنه. هنا بقول لك بقى الحرارة النوعية بنسهب ايه? بجول على كيلو في كيلفين. وده هنعرف نجيبه دلوقتي لما نبص على القانون هتلاقي الموضوع سهل خالص. بقول لك بقى ايه في المراحزات? تعتبر الحرارة النوعية خاصية مميزة لنوع جسم ايه? لنوع الجسم. نوع الجسم. لانها تختلف من مادة لاخرى. نوع الجسم اللي هو ايه? مادة الجسم اللي هو اه اه احنا قلنا اللي هو الجسم اللي هو النظام يعني. من مادة لاخرى ولا تتوقف على كتلة او حجمه او شكله. طيب. يعني انا قلتاك مسلا اه عندي اه الحرارة النوعية. يعني حتى لو انت مسلا عندك كيلو حديد وخمسة عشرة كيلو حديد. الاتنين عندهم نفس الحرارة النوعية. عندهم نفس الحرارة النوعية. مش بقول لك اداها هياخد وقت ايه عشان يسخد. بس نفس الحرارة النوعية يعني بحتاج اديها حرارة عشان زوده درجة واحدة. طيب. قال لي كلما كانت الحرارة النوعية للمادة مرتفعة. احتاج احتاجت كتلة معينة من هذه المادة. الى اكتساب كمية حرارة اكبر للوافع درجة حرارتها المقدار راحي ايه? كيلوين مقارنة من نفس ايه? الكتلة من مادة اخرى حرارتها النوعية اقل. ملخص للسطرين اللي احنا قلناهم دول. لما يكون عندك حرارة نوعية مرتفعة. احتاج طاقة عالية. تاخد وقت اكتر. تحتاج اه اكتر طبعا من المادة عندها حرارة نوعية من خفضة. دي كتلة الحرارة النوعية لبعض. المواد هلاقي ان اعلى حاجة عندك هي الماء النقي. ودي حاجة مميزة جدا لهالمية. وده بسبب الوابط الهايدروجينية اللي موجودة. روابط الهايدروجينية اللي موجودة خدنا قبل كانت مسؤولة عن قطبية المية. لكن هنا الموابط الهايدروجينية مسؤولة عن ان يبقى عندها حرارة نوعية عالية. وده من الحاجات المهمة جدا ونعمل ربنا علينا. ليه بقى? لان بتخلي المية يقبل انها تتعرض لكمية شمس كتير الا انها مش بتسخن بسرعة. زي الرملة مسلا. تخيل لو المية بتسخن بسرعة زي الرملة كده كان كل الكائنات اللي جوها تشوت. ماتت. طيب. بيقولي الحساب عشان تحسب كمية الحرارة التي يفقدها او يكتسبها آآ جسم. بنعمل ايه? قلي بكل وساطة عندنا قانون. عشان ايه? آآ اولا بس في حاجة اللي هي سبب بيكتسب او بيفقد بيكون في حاجة اسمها دلتا تي اللي هو معدل التغير في او الحرارة. فانت عندك حرارة اللي هي التانية والحرارة ايه? اللي هي النهائية والابتدائية. اللي عندك هي كانت ابتدائية ككام عشرين والنهاية ككام واحد وعشرين. يبقى بالنسبة لي اللي حصل في فرق واحد في فرق واحد. هو ده المعدل التغير. تعال نشوف المناسبة للحرارة النوعية ديت بيقول عليها الايه? بيقول المزهرها برمز سي. بيقول المزهرها برمز مين? طيب القانون ده اسمه قانون كمية الحرارة. يبقى الكيو ثيرمل ده. كيو ثيرمل اللي هو تمام? اللي هو كمية الحرارة. بتساوي مين? اللي هو الكتلة بتاعت الجسم والسي اللي هي الحرارة النوعية. ودلتا تي معدل التغير. تعالى ناخد عليها مسال ونشوف اللينية بتقول ايه? نبدي مسال بسيط بس سوى بيقول لك هنا العامل بتوقف عليها. كل بساطة. عندك كيو ثيرمل اللي هو كمية الحرارة. كلهم موجودين فوق مضروبين في بعضهم عشان يديني كمية الحرارة كلهم عراقة ترضية. لان عندي لو الام زادت هيزود كيو ثيرمل. تمام? اللي هو كيو كمية الحرارة يعني. عندك السي زادت الحرارة النوعية لو زادت هتزود لمين? الكيو ثيرمل. لو معدل التغير في دوية الحرارة زاد هيزود لي مين? كل ده هيزيد علاقة ترضية لان مفيش حاجة موجودة في المقام تحت. كله المقام كله واحد. فقاموا كده يبقى كلهم علاقة ترضية. سهلة جدا ما فيش اي مشكلة. نقدر نعملها ازاي? نقدر نعملها كده. يعني عايزين نعمل مسلس. نقول بكل بساطة? ان الكيو بتساوي ايه? بتساوي ام في سي في دلتا تي. قانون ده مهم نكتبه لوحده كده نكبره كده. بنقول ايه? كيو فيرمل كيو تي اتش. يساوي ام في سي في دلتا تي. ليه بقول كده? عشان لو عايز اجيب الام يبقى كيو ثيرمل على مين? آآ كيو ثيرمل ليه كمية الحرارة. على السي في الدلتا تي. طب عايزة اجيب السي بيساوي كيو ثيرمل كمية الحرارة على ام في دلتا تي. عايزة اجيب دلتا تي بيساوي كيو ثيرمل في آآ على ام في سي. طيب طب عايزة نبصة على السؤال ده. بيقول دي كمية الحرارة اللازمة اللي رافع درجة حرارة ايه? درجة حار اه تلاتة من عشر كيلو جرام دي كده الام مع النحاس من عشرين لسبعين ده كده الابتدائية وده النهائية طيب والحار النوعية بتاعة النحاس بكام بتلتمية خمسة وتمانين طيب اهنا عايزين كمية الحارة هي كيو فيرمل او كمية الحارة بتسوي مين ام في في دلتا تين دلتا تي هي كانت كام كانت عشرين يبقى تي اتنين ناقص تي واحد بيسوي كام خمسين ناقص آآ سبعين ناقص عشرين بيسوي خمسين والكتلة هنا كام تلاتة من عشرة في الرقم ده اللي هو تلتمية خمسة وتمانين في خمسين نعملها على الآية الحزب اشوف بقى تطلع كام ادي السفر بتاع الخمسين ده لو زودناها هنا يبقى دي تلاتة آآ تلاتة في خمسة ادي كده خمستاشر خمستاشر في الرقم ده يطلع على رقم كبير ويوفوط بقى اشوف هيطلع كام جول او ده النفس اللي احنا قلناه ولكن النتيجة بقى ايه محتاجة على حزب هكين مش طالع على رقم دهوت بدماغي يعني فيطلع في الاخر ايه نقصها ونطلعها بالجول طلعها بايه بالجول اي حقيقة تجيب بقى وحدتها من الجزء اللي فات دوت سهل انك تجيب وحدتها ازاي? تعالى نكتب كده تحت تعالى نبص على القوان اللي احنا عملنا اللي هو كان بيقول ايه? بتساوي ام اللي هو الكتلة في سي لها الحارة النوعية في دلتا تي اللي هو معدة تغرف درجة الحارة. لو انت عايز تجيب اي اه يعني اي وحدة ليهم بكل بساطة. اللي هي كانت الجول صح كده? لو انت عايز تجيب مسلا مش فاكري كان بتساوي ايه? خلاص مش لا بتساوي اللي هي الجول على تعالى نكتب القانون بتاعه يساوي اللي هي كمية الحرارة على ام في دلتا تي اكتب كل سي وابطاعت كل حاجة. هنا هيبقى جول هنا كيلو جرام في في صح كده خلاص يبقى جول على كيلو جرام في دي كده عبارة من الوحدة بتاعة اللي هي الحارة النوعية. وهكذا تقدر تجيب ده بكل بساطة. يعني بتكتب القانون وتجيب بعد كده الوحدة بتاسبئها كل حاجة تلاقي الدينية سهلة وبسيطة. تعالى نوح نرجع تاني للدرس. جولة مية زمية وارتفاع حارة النوعية. مقارنة بغيره من المواد. حيث تبلغ كام? تبلغ اربعة الاف ومتين جول على كيلو جرام في كيلو تقريبا. وده بسبب مين? نرجع زالج لوجود الروابط الهيدروجينية بين جزئيات الماء. فهذه الروابط تتطلب كمية كمية كبيرة من الطاقة لكسرها اسناء التسخين. قال لارتفاع الحارة النوعية للمية ومكن العلماء من تفسير كثير من الظواهر. منها ايه? تدالي المناخ في المناطق القريبة من المسطحات المائية. جنب البحر تلاقي الجو حلو اوي. سوق الصيف او شدة. هنشوح الكلام ده كمان شوية. اتنين توزيع الكائنات البحرية على الاعماق المختلفة في المية. ليه بقى? تعال نتكلم على موضوع اعتدال المناخ في المناطق القريبة من المسطحات المائية. ايه تعتبر المسطحات المائية الكبيرة سواء البحار او المحيطات او لنهار بمسابة خزانات حرارية ضخمة. ايه? خزانات حرارية ضخمة اوه. تبكز كده طول النهار المية عما تاخد حرارة تاخد حرارة من الشمس تاخد حرارة من الشمس. طب هل هي سخنت? هي بالنسبة للرملة وكده سخنت شوية. بس انت تحط الاجراء فيها عادي. بش مشكلة يعني. طول النهار تخزان ايه? حرارة من الشمس. ففي حطرة النهار قال لك يمتصر ماء كمية طاقة حرارية من الشمس دون ان يطلق تغير كبير في حرارتها لارتفاع حرارة ايه? لارتفاع حرارتها النوعية. يعشان عندها حرارة نوعية كبيرة قوي. وبالتالي بتتأثرش بسرعة. يعني مش تسخم بسرعة قوي. تمام? برده تمام? تعصبش بسرعة. مهم ان الواحد يبقى عنده حرارة نوعية عالية. ايه حاجة عصيه يعني. مهم. فتكون? بس هنالعايزين ايه? ان الواحد يكون بحاراته نوعية عالية في الزيادة. ويكون حاراته نوعية قليلة في النهار ينزل بسرعة. يعني الواحد يعني بطيء الغضب ولو غضب ينزل بسرعة. ما يبقاش يعني ايه? ايه تصالح بصعوبة يعني. الواحد لازم يستفاد كده من حاجة كرة. مهم. فتكون حيارته تكون حيارته من خفضة مقناة بالرمال والسخور الشاطئية. تماما ان تمشي على الشط واجلك ايه بتضاش يعني ايه تلمس الرملة. ولكن نحط اجراك في مية لغمة سبحان الله اتنين بتعرضوا لنفس ايه الحرارة ولكن فاقف الحرارة النوعية. التي تكون درجة حوارتها قدر تفعل بشكل كبير عندما تصاصها ايه طبق حرارة من الشمس وذلك لانخفاض حوارتها النوعية نسبية. طيب. ايه اللي هيحصل بقى? تعال نشوف في رسمة اللي جاية. دلوقتي الجزء بتاع الشط اللي هنا الحرارة اللي موجودة فوق الرملة الهوى ده سيخن. فالسخنية في الهوى تعمل ايه? تخلي الهوى كسفته اقل. فالهوى يطلع لفوق. فالهوى يطلع لفوق ويحل محله مين? الهوى اللي فوق المية والمية بردة وبالتالي المية آآ فوقها هوا بارد فيحل محل مين? يحل محل الهوى السخنة اللي طلع فوق. فانت تبقى قاعدة على الشط جاي لك هوا سائع والدنيا جميلة. وده ما يقول عليه ايه? نسيم البحر. ده ما يقول ايه? نسيم البحر. بيقول لك ايه? ارتفاع درجة حرارة الهواء الملامس للرمال والسخور الشاطئية بتقلل كسافته. تمام? فتا كل كسافات هو يرتفع للاعلى ليحل محل الهواء البارد اللي هو الاكثر كسافة. الملامس لسطح البحر وهو ما يطلع عليه بنسيم من البحر. طب خلال فترة الليل ايه اللي بيحصل? خلال فترة الليل احنا عارفين ان رمنا ضغط حريطها هتقل بقى بسرعة لان هي حريطها النوعية قليلة. فتبرد بسرعة. مين بالوقت اللي هو اللي السه دافي? البحر عمال يخزن حرار من الصبح. فيطلع الهواء الدافي. فيحل محل مين? الهواء البارد ويحلوا محل بعضهم. يعني هو يبدأ ايه? يلف تاني كده. طيب. ايه اللي يحصل بقى? اللي يحصل هنا اني المناء الاماكن قائبة من السطحات حاسة باعتدال. بالليل حاسة انيه دافيانة. والصبح حاسة ان الجو حلو وسائع وزائل فلي. تمام? خلال فترة الليل يفقد الماء ببطء الطاقة الحارفية اللي تمتصها خلال فترة النهار. وده بيحافظ على ضغط حيات مياه مستقرة في البيئات بيئات ايه? بيئة المحيطات. طب ده بالنسبة لاعتدال البضاية الحارفة في الاماكن القائبة من الميت. طب بص بقى على توزيع الكاتل بحلية في الاعماق المختلفة. ده مهم جدا الحارفة النوعية ليه? عندنا كائنات بنقول عليها كائنات زات دم بارد. يعني زات دم بارد وزات دم حار? احنا زات دم حار. يعني بنت عطسة بسرعة قال لك لأ. عندنا درجة حارة ثبت. يعني درجة حارة ثبتة. سواء انت صيف شتة ربيع خريف اي حاجة وقعت في دول اغضي قعت في دول العشوين درجة حارتك كانسان سبعة وتلاتين درجة سليزية. سوف شتة سوف شتة. درجة حارتك كتبتة درجة حارتك كتبتة. الجسمك بيحافظ عليها. ولو زات عن كده بنشوفها التنمية تلاقيك ايه? سخت. يا اما كده لو كنا قسمنا كل مرة لايك درجة حارة مختلفة. لكن لو انت طبيعي درجة حارة ثبت سواء وتلاتين. نقيس لانها اعلى يبقى انت عندك سخنية. هل? هي بقى كائنات اسمها زات دم بارد. يعني درجة حارتها بتختلف على حسب الوضع او البيئة المحيطة بيها. الجو بالد تبقى درجة حارتها منخفض. الجو زاد تبقى درجة حارتها مرتفع. وعشان كده نلاقي الكائنات عندها بيات شتوي وخمول صيفي. تعافش تشتغل في الشد. تعافش تشتغل في الصيف. على حسب الكائن. والتالي التغير السريع في درجة الحارة ده بيقصع على الكائنات ايه? زات الدم البارد. فان المية تبقى عندها درجة حارتها بتتقصرش بسرعة بالحرارة. ده بيحافظ على بقاء الكائنات ديات. طب تعال نقرأ. قالت تلعب الحارة نوعية مرتفعة للماء دورا كبيرا في سباية النسبي. في سباية النسبي ضغط حارة مين? الماء في البحار والمحيطات. حلو جدا. فتتوزع الكائنات البحارية على الاعماق المختلفة للماء تبعا لضغط الحرارة المناسبة لها. لكل منها. تعايز حارة اعلى شوية تلاها فوق. حارة اقل تلاقي الدنيا تحت شوية. بعد كده تقل وهكزا. حيث ان الكائنات التي تعيش في المياه السطحية الدافئة قد تكون غير قادرة على العيش في الاعماق الباردة. اللي عايز يعيش فوق في السطح ده عند الماء الدافئة. مش يقدر يعيش في الاعماق عند الماء الايه البردة. فمثلا قال الشعاب المرجانية بتحتاج الايه? تحتاج الى ضغط حرارة. لويات حرارة محددة للبقاء على قيد الحياة. وتغير ضغط الحرارة بسبب تغير المناق قد يؤدي لموته. يبقى عايزة هي عايزة استقرار في ضغط الحرارة. تمام? وقال لي دي تستطيع تستطيع ان تعيش في المياه السطحية الايه الدافئة. لو تقداش تعيش في مياه ايه? بردة. هي عايز تعيش في السطح. يعني قريب من السطح في مياه السطحية. تكون ضغط الحرارة ايه دافئة. تعرفين طبعا شعاب المرجانية بتكونها عمق مش كبير. عشان كان الناس تقدر تعمل ايه سنوركينج او تقدر تنزل تشوف بالغط تقدر تشوفها والموضوع ببقى سهل وممتع واللزيز يعني. لكن بقى كانت ذات الدم البارد قال لي بتعتمد درجة حرارة اجسامها على درجة حرارة البيئة المحيطة. احنا قلناها. وبالتالي لا تستطيع تحمل تغايف درجة حرارة ايه? البيئة المحيطة بيها. فان هذه كانت غالبا ما تعيش في اعماق البحار والمحيطات حيش يعمل الماء كعازل حراري يحافظ على درجة حرارة ايه? درجات الحرارة مستقرة نسبيا في الاعماق. ده بالنسبة للشعاب المرجانية وكانزة دم البارد بيقول لك زي سمكة افعة تمام? دي كده الامثلة اللي هو الهالك ايه من ما يلي وحدة الكتل منها له القدرة على التخزين الطاقة الحرارية لفترة اطول بعد غروب الشمس. هل البحيرات الملحية? ولا رمال الصحراء? ولا الهواء الجوي? ولا صخور الجبال? ريت تقول لي الاجابة في الكومنتات. استنى ردك. عايز اك بقى تركز كده وراء وقلن كباية الشاب النعناع عشان نبقى مركزين تركيزا متركزا ويلا بينا ويلا نبدأ الدرس بتاعنا عشان ما نضيعش وقت ويلا بينا ناخد الدرس بتاعنا ونعرف بس هو عاوز نطلع من ايه بالدرس عشان دي نقطة مهمة جدا. اول حاجة نعرف يعني ايه اشعاع شمسي? وايه هو? وايه الطيف بتاعه? انتشار اشعاع الشمسي في الغرافي الجوي. وانتشار اشعاع الشمسي في المية. والشعاع الشمسي والتوازن قلبي. دعنا ندرس اول حاجة ونشوف الكلام ده بيقول ايه? اول حاجة بقول لك الاشعاع الشمسي الاشعاع الشمس هو الطاقة الصادرة من الشمس. الطاقة حركية على فكرة. الاشعاع ده اللي جاي من الشمس ما له قال لك وهو يمثل النصدر الرئيسي للطاقة في معظم العمليات التي تتم في الغلاف الجوي والغلاف المائي والغلاف الحيوي. وكل بساطة. طاقة دي هت جاية. جاي من الغلاف الجاية عدتها على الواف الجوي. فالطاقة اللي موجودة فيه جاية من الشمس. الغلاف المائي. المية نزل عليها ضق الشمس اديتها ايه? طاقة وبدو الخلاف الحيوي اللي هو الكائنات الحية بتاكل. انت اقول لك بكل بساطة. في عملية اسم لها عملية بناء ضوئي. الكائنات اللي هي بتعمل بناء ضوئي زي تغذية زي النباتات وزي التحالب. وزي او الهائمات النباتية عميت بناء ضوئي اخد الطاقة الشمسية. طيب فيه نبات أعمل بناء ضوءي? أخذ الطاقة الشمسية احنا اكلنا الجلوكوز اللي تكون داخل مين؟ اكلنا النبات. تمام؟ وتكون جواج جلوكوز فالطاقة اللي في جات لنا احنا الطاقة اللي اخدناها من الاكلة اصلاً جاية منين? جاية من النبات اللي كتن اصلاً واخدها من مين؟ اخدها من الشمس. ففاعل الطاقة الشمسية دي بتمثل معظم العمليات الحيوائية اللي بتتمل فين في العرافة الجوي والمائي والحيوائي. قال يمكن تحويل الشرعي الشمسي لاشكال اخرى من الطاقة مثل الحرارة والكهرباء تمام حلو جدا مفهوم الشمس ممكن تديني حرارة ممكن احولها كمان لكهرباء عن طريق الواح الشمسية وذلك باستخدام عدة تقنيات تعتمد الجدول الفنية والاقتصادية لها على الموالد الشمسية المتاحة قال لي انتقل الشرعي الشمس على هيئة موجات كهرومغناطيسية موجات كهرومغناطيسية ويمثل الضوء الملقي جزء صغير من الطفل الكهرومغناطيسي وتختلف الموجات الكهرومغناطيسية عن بعضها في الطول الموجي اللي هو لمضة والتردد اللي هو ميو هنقول لنا فيه ما حاجة اسمها موجات كهرومغناطيسية موجات الكهرومغناطيسية للموجة يعني حاجة يكون لها قمة ويكون لها قاعة يكون لها قمة ويكون لها ايه قاعة دي الموجات الكهرومغناطيسية حلو اوي ده كده اسمه موجة تمام دي كده موجة طيب الطول بتاع الموجة هو المسا يعني المسافة ايه بكل بساطة لو انا عندي دي كده موجة. المسافة من قع لقع. ده اسمه الطول او من قمة لقمة. ده اسمه ايه? طول. موجة. تمام? بنقسه بحاجة اسمها لمضة. وده العامة بتاعتك. او من قاع لقاع وده ب قصدو طب التردد اللي هو انا عندي ده كده تردد بطيء. يعني عدد الموجات فيه قليلة. طب لو انا عملت كده. ده كده عدد الموجات بتاعته عاني. و بنقسه بحاجة اسمها حاجة اسمها ايه ميو ده كده التردد يبقى لو انت اخدت بالك الاتنين عكس بعض لو الطول الموجي بقى كبير اصلا هنا طول الموجي صغير او صغير طول الموجي صغير من قمة القمة او لقاع لقاع لما كانت طول الموجي كبير كانت التردد قليل لما كانت تردد كبير عدد الموجات كتير كانت طول الموجي ايه قليل طول الموجي قليل يبقى تردد كبير طول الموجي كتير يبقى تردد قليل دي نقطة اللي عايز اقول لك نقطة التانية المنشون السلاسي انو وجود في المعمل لما كان بيخش من هنا ضوء الشمس بيبدأ يتحلل السبع الوان اللي هم بتوع ايه بتوع قوس قازح دوي هل بتحول للون اللي هو الاحمر الاول في الاخر بينتهي بحاجة اسمها ان اي قلبة نفسي جيه تمام هل كلهم هل كل الالوان ديت عندها نفس الطاقة او عندها نفس التردد في الحقيقة لا الطاقة بتاعة الاحمر هي اقل وكل ما بنزل الطاقة عندي بتبدأ تزيد تاني كده يبقى الطاقة كل ما بنزل لتحت بتبدأ تزيد طب ايه تاني قال لي فوق بيكون التردد بتاعه قليل لكن لما بنزل لتحت بيكون التردد بتاعه عالي تردد عالي يعني حركته عالية هنا تردد عالي ولم تردد علي بقى طول موجي قليل تفوق هلاقي التردد قليل بس طول موجي طول موجي ايه عالي طيب ده كده الفكرة العامة قال لي عندي ده كده اللي هو المدى او الطيف المرقي ده ايه ده الطيف المرقي يعني ده الالوان اللي هو اللا هو الاحمر والاصفر وشاحبت البرطاني والنيلي والبلاخيسيجي واللاخضة والنيل وهو الولان بالطيف الس sporting حلوه في الوان تانية او في اه حاجات تانية مبشوف الهاش يعني لا بيشوف بس الطردد ده من اللاحمر لحد بنفسجي لكن فيه حاجات تانية مش بنشوفها اللي هي الحاجات اللي ترددها اقل من كدهrons عليها ايه? لتحت الحمراء. يا مريم عليها ايه? تحت الحمراء. اللي هي الاشعة تحت الحمراء. وفيه حاجات تبدوضها اعلى من كده اعلى من البنفسج. يا مريم عليها ايه? الاشعة فوق البنفسجية. طب انا عدد سألق سؤال. انهي اقوى? الاشعة تحت الحمراء? ولا الاشعة فوق اللي بتنفسجية? طبعا ما هيكون عندها تبدوء اعلى? طول موجي قيمة اه. ولكن بتيبقى قوية عندها القدرة على الاختراك. يبقى مين يقدر يختارك اكتر الحاجات اللي بتكون فيها حاجات اه اه تردد عالي هي عندها طاقة اعلى وسرعة اكبر طب تعالى كده نرجع لمرجوعنا تاني عشان نفهم الكلام ده بص ده الطيف الكهرومغناطيسي هنا ده الضوء المرء بتاعنا الضوء المرء المرء ده اسمه الطيف الكهرومغناطيسي يعني جالك الطيف كله وتعالى نبص انا عندي هنا لو انت اخدت بالك هنا ده اللي هو تمام اه هنا كان عشرة قصة ايه قصة سفر هنا بعد كده بدأت ازيد 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 يبقى انا ماشيت هنا حد لحد اشعة جامع يبقى هنا اشعة فوق ابنفسجية اهي ودي اشعة تحت الحمراء يبقى مين اكتر من مين الاشعة فوق ابنفسجية اعلى في التردد واعلى في القوة واعلى في الاختراك لكن بص هنا الطول الموجي طول الموجي كده بيزيد لكن الكده التردد هو اللي ايه بيزيد يالتنين علاقة عكسية طيب تعال هنا هنا الاشعة الحمراء تمام هنا الاشعة اللي هي القصد الضوء المرئي بيبدأ احمر بيطعاني اصفر اخدر ازرق نيلي ابنفسجي يبقى اني اكثر قوة وحركة وسرعة وتردد طبعا ابنفسجي اعلى من الاحمر طيب تعال بقى بناء على ده يجيب موضوع الانتشار طبعا كلهم ينتشر بنفس السرعة اللي هي سرعة الضوء اللي هي تلاتة فعشرة قص تمانية متر على السنية ايه ما هو كلهم ده ضوء بيتحرك كله بنفس السرعة طيب تعال اولا ندرس انتشار الشعاع الشعاع الشمسي في الغراف الجوي هل بيمشي مرة واحدة كده بينزع الشعاع الشمسي لا تعال نبص قال لك ينتشر الشعاع الشمسي في الغراف والشكل البياني يمثل اه الاشعاع الشمسي خارج الغراف الجوي وعند وصوله لمستوع سطح البحر تعال نشوف الكلام ده يمكن تصنيف الشعاع الشمسي عند مروره خلال الغراف الجوي ووصوله الى سطح الارض اللي الى اشعاع مباشر واشعاع غير مباشر مجده والله الاو والله ليه تخيل لو انت الشمس الجاي بعت الاشعاع بتاعتها نزل تعال طوله على سطح الارض ده اسمه ايه اشعاع مباشر وتخيل وهي نزلة قبلت مسلا مسلا ايه اه السحابات السحاب فيه سحاب فيه ضباب يوم مسلا الدنيا مغيمة فيه فبتغض في الضباب تماما اللي هو السحاب وبعدها تنزل عالارض هل ده اشعاع شمسي مباشر لا غير مباشر يبقى اشعاع المباشر ده اشعاع الشمس لدي يصل مباشراتها يا صد حراد دون ان يتشتت قبل وصوله يبقى هو وصل بدون تشتت وصل ايه بدون تشتت اما اشعاع غير مباشر ده اشعاع تشتت منه جزء اثناء مروره في الغلاف الجوي عد على سحابة عد على اي حاجة فبيتشتت ايه البقى العامل اللي بتوقف عليها كمية الاشعاع اللي بيصل اللي بتوصل لنا على سطح الارض اول حاجة لموقع الجغرافي يعني موقع الجغرافي قال لي بص هو اسم لك هنا وقال لك ده كمية اشعاع شمسي اكبر وهنا اقل ليه قصدي منطقة الاستواء جزء ده منطقة مين الاستواء فالشمس بتوقع عموضية وبالتالي عندها كمية اشعاع شمسي كبيرة تاني حاجة فصول السنة الصيف زي الشتاء قال لك لأ الشتاء تمام هنا الشتاء وهنا الصيف الشتاء عندها كمية اشعاع الشمسي اقل فيه غيوم كتير وبالتالي كمية التشتت بيبقى كتير عشان فيه غيوم طيب لكن عندك هنا ما بيكون فيه صيف كمية الشمس كتير وبالتالي كمية اشعاع الشمسي كتير تاني حاجة الارتفاع عن سطح الارض كل ما بطلع عن سطح الارض كمهام بلاقي كمية الشعاع الشمسي بتكون ايه? اكتر. طيب الوقت من اليوم. لو انت موجود في الوقت الظهيرة ووقت الظهر. تمام? لايك كمية الشعاع الشمس كبيرة. تمام? في اصوان. لايك الناس ما بتخلقش وقت الظهر. الدنيا مولعة. طيب. لو تبدأ الدنيا بقى تغرب. لايك كمية اشعاع شمسي قليلة. طيب الغطاء الصحابي. هنا السماء صفية. وفيه كمية اشعاع شمسي كميرة. هنا الشمس مغيمة فتلاقي اشعاع شمسي قليلة. يعني دي عوامل بتأثر على كمية اشعاع اللي بتوصل للايه? لسطح الارض. موقع الجغرافي. فصول السنة او المواسم صغيرة في شريطة وكزا. الارتفاع عن سطح الارض. الوقت من اليوم وكزلك من الغطاء السحابي. نشوف بعد كده بيقول لك ايه? بيقول لك سؤال رقم ستاشر. حلو. هستنى اجابته منك. اكتب في الكومنتاج سؤال ستاشر. واكتب الاجابة على طول. بيقول ايه اشعاع الشمس الذي يصل الى سطح الارض. الطول الموجي له اقصى شدة يقع في منطقة ايه? الاشعة تحت الحمراء ولا الضوء المرئي ولا الاشعة الفوق بنفسجية ولا الاشعة السينية. تمام? اللي بيوصل لمين? لسطح الارض. اللي بيوصل لمين? لسطح الارض. طيب. تعال بص كده بيقول لك الانتشار انتشار الاشعاع الشمسي في الماء. عندما تسقط الاشعة اشعة الشمس على تطح المية. كل البساطة. انا عندي هنا المية هيت. تمام? والشعاع الشمسي نجيب بس لون احمر. ادي الشعاع الشمسي. الشمس موجودة هنا. يما تنزل على طول نازلة بزاوية. يما تنزل اشعة الشمس مالها مستقيمة. اني بيكون فيه تشتت اكتر. طبعا اللي هينزل كده هيكون فيه تشتت من العكاس النحية دي. يبقى بالتالي هنا بيكون فيه كمية تشتت وبالتالي الانتشار الشمسي او كمية الطاقة الشمسية اقل. لكن ده يكون فيه الطاقة الشمسية اعلى. حلو جدا. تعالى بقى ان نرجع للشرح بتاعنا تاني. ماشي خلناها باللون لها. يقول ايه? جزء من اشعة الشمس ينعكس عن سطح الماء الى الغلاف الجوي. وتعتمد كمية الطاقة منعكس على سطح الماء على الزاوية التي يسقط بها اشعة الشمس عليه فاذا سقطت الاشعة عمودية تكون كمية الضوء منعكسة صغيرة ما هو بقت عمودي فانعكس كمية قليلة القوي لكن المائلة زي اللي انا عملناها فوق ديت بتكون مالها بتكون كمية الضوء منعكسة كبيرة طيب تاني حاجة باقي اشعة الشمس المنتقلة الى الماء وتنتشر داخله يبقى فيه جزء منعكس تمام اي ان يكون سواء عمودية بينعكس منها جزء قليل قوي او لو الزاوية كبيرة بينعكس جزء كبير طيب باقي اشعة الشمس يحصل الله ايه تنتقل الى الماء وتنتشر داخله طيب تفتكر انهي جزء بيقدر يختارك الماء اكثر اللي عنده تردد اعلى والاكثر في القوة والسرعة اللي عنده تردد عالي اللي هو مين اللي هو الجزء بتاع البنفسيجي تمام مش اللحمر طيب واثناء انتشرها يمتص الماء والنباتات المائية والتحالب والهائمات النباتية جزءا منه ويتشتت جزء اخر فتقل شدته تدريجيا وتتكون مناطق مضيئة ضوئية مختلفة يبقى عني منطقة او من وراء اقل نور بقى كده ضلمة خالص تحت ودي المناطق اللي كان معناها مناطق ضوئية في الماء قال لي كلما زاد العمق عمق الماء تقل شدية الضوء تدريجيا الطبيعي وبديه ومنطقة النور مقداش يعد ده كله قال لي هذا التدرج الضوئي يكون يكون مناطق ضوئية مختلفة يكون مناطق ضوئية مختلفة في المحيطات لتوزع فيها الكائنات البحرية وفقا لقدراتها على التكيف مع كمية الضوء المتاحة وهذه المناطق هي ايه? عندي مناطق مضاقة اللي هي السطحية وعندي مناطق شفاقية شفاقية دي اللي اعافل لها زي ما تكون جو مغيم كده في الشفاق يعني متوسطة العمق ويكون ضوءها يعني ايه? ننوى شوية. ومناطق المظلمة ديت اللي هي في الاعمق خالص. قال لي المضاقة ديت ما لها فيها دور كويس تمام? منطقة تصل الى كمية آآ من الضوء كافية المين عشان تعمل بناء ضوئي طيب. اما الشفاقية دي كمية الضوء فيها قليلة. وبالتالي لا تكفي لاتمامها عمية بناء ضوئي. يبقى اللي بيحصل فيها بناء ضوئي بس هي سطحية. عشان كده يسملك هنا ايه? زرعة. هو يقصد بيها ان هو منطقة تكفي الضوء فيها العمية بناء ضوئي. اما بعد كده الشفاقية ما فيهاش بناء ضوئي بعد كده المظلمة لا يصل اليها الضوء تكون مظلمة تماما والاسماك اللي بيكون فيها فاكرة انها تبقى مالها يعنيها كبيرة وجسمها مضغوط. طيب. تعال انا ببص هنا. بيقول لك ايه? فيما يلي سنتعرض بشكل من التفصيل بشيء من التفصيل لانتشار اشعاع الشمسي في المنطقة المضيقة او المضاقة السطحية. الانتشار بقى اشعاع الشمسي في منطقة المضاقة السطحية. بنكام على المنطقة السطحية. قال لي اثناء الانتشار اثناء انتشار الشمسي في المنطقة السطحية والمضاقة نجد ايه? ان الاشاعة تحت الحمراء كلها بيتم انتصاصها تقريبا بالكامل على عمقة دي عشرة سنتين من السطح. على اول عشر سنتين بيتم انتصاص التحة الحمراء كلها? اه. ديها تحت الحمراء ضعيفة اصلا. تغضدها غليل. تمام? مش تغضدها عالي. هي طول الموجي بتاعها عالي ولكن ترددها قليل. فقدوتها على الاختراك بتاع المية ضعيف جدا. وبالتالي اشعة تحت تحت الحمراء. اول عشر سنتي خلاص ما فيش حاجة سماء اشعة تحت حمراء تكون موجودة. طيب. على اول عشرة متر. على اول عشرة متر بيتم امتصاص خمسين في المية من ايه? من ايه? من الضوء. بيتم امتصاص خمسين في المية من طاقتها ايه? الساقطة على السطح. لو بالنسبة مين? ايه? الاشعة بتاع الضوء الملقي. اللي والاحمر والاصفر والبرطواني والنيلي والاخدر والنيل والبنفسيجي. الازرق والنيل والبنفسيجي. يبقى عند عشرة متر خمسين في المية من ايه? بتم امتصاصه. عشرة متر اه. طبعا عندي عشرين حوالي خمسة وسبعين في المية. يبقى عند عشرة كان خمسين في المية. عندي عشرين كان خمسة وسبعين في المية. عندي تلاتين متر قال لي سبعة سبعة وتمين في المية ونص. سبعة وتمانين ونص في المية بيتم امتصاصه. قال لي عندي مية متر بقى. اللي يبقى يمتص منها تسعة وتسعين في المية من الطاقة الساقطة ايه? على السطح. ويتبقى حوالي واحد في المية معظمه في النطاق ايه? الضوء الازرق. الضوء الازرق ايه? لان الضوء الازرق ده بكل بساطة هو اللي عنده قدع النفاذ والاختراك. تمام? لو انت بصيت كده هتلاقي هنا في الماء الضحلة. هنا لكن هنا الموضوع بكل بساطة. من اللي يقدر يختارك هنا ويوصل اقصى قمة او اقصى قمة هنا هو الضوء الازرق. يبقى ده اختراق الضوء في ايه? في المحيط المفتوح. بيقول ليه? قال لي امتصاص الالوان اه الضوء في المياه المحيط يعتمد على اطولها الموجية. حيث تمتص الماء المياه الاطوال الموجية الاطول يقول الاطوال الموجية الاطول اللي هو الاحمر والاصفر والبرتقاني والاخضر بيمتصوا ايه الاول? حيث الالوان اللي هي الدفئة دية مثل الاحمر والبرتقالي والاصفر بسرعة. اكبر من انتصاص الاطول الموجية الاقصى اللي هو من الالوان البردة اللي هي الازرق والبنفسي. طيب. ولكنه تكثر الكائنات الحية ذاتية التغذية التي تعمل بناء ضوء يعني ذاتية التغذية التي تعمل بناء ضوء. زي مين? النباتات المائية. نبات. التحالب. ومن بعض من تصنيف المملكة النبات. الهائمات النباتية نفس الكلام. في الطبقات السطحية اللي هي النباتات المضاقة. للماء حيث تعتمد على التوفر كمية كافية من الضوء لاتمام عائلة التمثيل الضوء او البناء الضوء. اللي والتي تتمي فيها تحويل الطاقة الشمسية لطاقة كيميائية تستخدم في بناء المواد العضوية. بقى عمل بناء ضوء عشان اكون مادة الجولوكوز اللي بتديني طاقة والطاقة اللي جواجد جتان من الشمس يبقى بتحول الطاقة من صورة لاخرى وكل ده فعلا جاي من من الشعاع الشمسي. دعنا نكمل ونشوف السؤال ده. صال سبعتاشر حلو منتظر اجابتك في الكومنتات. دولة عند مرور الشعاع الشمسي خلال مياه المخيط. اي الاطوال الموجية الاتية تنتص تماما في الماء اولا. انهي بقى هنا جايب لك الطول الموجي. تمام? الاطوال الموجية. شوف بقى انهي جزء ينتص في الماء الاول. سهل بسيط استنى اجابتك عليه. هو انا كان بنتص اختار الطول الموجي الكبير ولا قليل? منتظر اجابتك. الشعاع الشمسي والتوازن البيئي. قال لي وعد الشعاع الشمسي عاملا حيويا في الحفاظ على التوازن البيئي في البيئات المائية ويرجع زلك لايه? قال لي لان ده بيأثر مباشرة على مية التمثيل الضوئي اللي هي من البناء الضوئي. وده بيأثر في الحياة البرية طبعا. ودرجة حرارة المية وتوزيع الكائنات. يعني المية بتكون موجودة من فوق ويكون كمية الشعاع الشمس كبيرة يعني المية من فوق دافية. تعال نبص بعلى ايه? كل واحدة من الاربع حاجات دول. ايه هما قال لها دور اشعاع الشمس في توزيع الكائنات البحرية وتأثير اشعاع الشمسي في درجات حاطر المية والطغيرات في شدة الشعاع الشمسي وتأثير الشعاع الشمسي على الطيارات المحيطية. تعال نبص واحدة واحدة لاقي الدنيا سهلة وبسيطة ان شاء الله. قال لك اول حاجة دور الاشعاع الشمسي في توزيع الكائنات البحرية. دور الاشعاع الشمسي في توزيع الكائنات البحرية. قالك بتتوزع الكائنات البحرية بشكل متفاوت في المياه وفقا لاحتياجاتها من الضوء والطاقة. يبقى الكائنات دي تتأثر على ايه? يعني تتوزع عن طيق وفقا لايه? يحتاجها من الضوء والطاقة. ماحتاجها ضوء اكتر وطاقة اكتر تطلع لفوق. طيب. وبالتالي عندي طبقات سطحية البحر. تمام? من الماء ومية دافئة ضحلة بالكوب من ايه? من خط الاستواء. كمية اشعاع الشمسي. قالك هنا مش ديت سطحية. عندها شعاع شمسي بكمية كبيرة. تمام? وهنا متوفى عندها على مدار السنة. ليه? لان هي خط الاستواء. طيب. وبالتالي هنا يكسب بها كائنات حية. المحارية بتعتمد على التمسيل الغزاء اللي هو البناء الضوئي. بناء مين الضوئي? هنا بالنسبة للمية ضحلة. اللي بيحفز نمو التحالب ايه? التكافلية. طيب. التي تعيش داخل انسجة المرجان. التكافلية ايه? يعني واحد بيتكفل بالتاني. طيب. وتزوده بالغزاء. يعني هي بتعيش ايه? والزود بالغزاء مما يعمل على ازدهارها. طيب. يباية بتروح عند الشعاب المرجانية. الشعاب المرجانية بالنسبة لها دي نقطة انا اخدها الصابحة الجاية. هو بيوفى لها اللي هو ايه? انسان وسيل الكربون. الضل. يعني هتشوف الجاية الجاي. فهم الاتنين دي تكافلية. يعني كل واحد تسنيع اا متكفلة بيه. تمام? انا اخدها كمان شوية. يبا هي بتعيش داخل انسجة مين المرجان. بيستخبى فيه وبتقوم بايه? بالبناء الضوئي وهكذا برضو. نشوف الدنيا في الجزء اللي جايز. هنا مين? اا بناء الضوئي قال لي اللي بيقوم بيه التحالب والهائمات النبيضية او بنوان عليها الفايتو بلانكتون. ومثل الحاجات بتاعيش في المياه الضحلة ببضو التحالب والشعاب المرجانية اللي سألين من فيه بينهم ايه? علاقة تكافلية. تعال ندرسها ونبص عليها بالتفسير. اهيد بيقول لك ايه? العلاقة التكافلية بين التحالب والشعاب المرجانية هي علاقة تبادل منفعة. يعني نفع واستنفع. بكل بساطة كده. تمام? تعمل لايك تعمل شير كده. بقى اسمه ده النفع وين? واستنفع. اسمها علاقة التبادل منفعة. قال لي توفى الشعاب المرجانية يتوفى ايه? يتوفى الحماية يبقى يتوفى مين? حماية والغاز سانيوكسيد الكربون. وعناصر معدنية زي مين والفوسفور للتحالب. يبقى اول حاجة دلوقتي. الشعاب المرجانية دي بيزديها سانيوكسيد الكربون. طبعا ايه محتاجها سانيوكسيد الكربون ليه? عشان تعمل بناء ضوء ايه يعني هتتنفي سانيوكسيد الكربون? لا طبعا بس ايه محتاجها عشان مين البناء الضوء. يبقى اول حاجة بتحميها. شعاب المرجانية بيخش بقسطها مين? تبقى باستخدامها فيها التحالب. وبالتالي بتوفى لها احماية وغاز سانيوكسيد الكربون وعناصر زي النايتروجين والفوسفور. نيتروجين. تمام? كلمة بني. تمام? اللي هو الفوسفور والنايتروجين. طيب. والتحالب بقى بتوفى الله ايه? مش هي وفى طلعا ده? تعال نشوف التحالب بتعمل ايه? مش هي هتاخد سانيوكسيد الكربوني وتعمل بناء ضوءي? اه يعني هتطلق الله اكسوجين اه. يبقى بتوفى التحالب غاز ايه? ايه? اكسوجيني لازم لتنفس مين? الشعاب المرجانية من خلال عمية التمسيل الضوءي. تمشي التمسيل الضوء بتاع الشعاب المرجانية? لأ. تمسيل الضوءي بتاع التحالب. تمام كده? حلو جدا. فهندس التاني حاجة تأثير اشعاع الشمسي على دهاجات الحرارة ايه? دهاجات حرارة المية. قال بس الاشعاع الشمسي بشكل مباشر على دهاجات حرارة المياه. اه ممي يؤثر على توزيع الكينات البحرية. تعالي نبصع بقى التوزيع. فنجد ان المناطق البحرية الاستوائية. ومناطق البحرية البعيدة عن خط الاستوائي. دي بقين ضغط حرارة عالية لان فيه اشعاع شمس وهنا ضغط حرارة قليلة ان شعاع الشمس قليل. ده اشعاع الشمس ميلو هنا متوفر استوائي. هنا مش متوفر لا هي توفر. من ناحية حعارة دي دافئة داغة حعارة عالية لكن هنا داغة الحعارة ملها منخفضة توزيع الكنيات الحية التي توجد بها قال لي الدافية دي بتجذب مين? الحاجات اللي بتحب تعيش داغة حعارة عالية قال لي تجذب انواع معينة من الاسماك والحيانات البحرية اللي بتتحتاج الى داغت حعارة معينة اللي هي العالية يعني البقاء والتقاصر زي مين? سمكت التون وسمكت الباراكودة. طبعا عندك انواع اخرى هنا بتفضل المياه الباردة زي سمكة ايه القد. سؤال قم طوانطاشر اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة. اي الكائنات الحية التالية تعتبر اساسا لاستمرار الحياة البحرية. هل الهائمات النباتية والشعاب المرجانية? ولا الهائمات النباتية والتحالب? ولا الاسماك الصغيرة والكبيرة? ولا التحالب والاسماك? انتظر اجابتك في الكومنتات. خش على الجزء اللي بعد كده بلغة تغيرات في شدة اشعاع الشمسي. ده حصل تغير هيؤدي الى حاجة? قال لك اه يقول لك التغير في شدة الاشعاع الشمسي نتيجة لتغير الفصول او تغير المناخ. يؤدي يمكن ان تؤدي الى الترباط في الايه? في التوازن البيئي. يبا التغير في شدة الاشعاع الشمسي هيؤدي لتغيرات كتير جدا ويؤدي الخلل في اه التوازن البيئي. نتيجة بقى تغير الفصول سنة وتغير المناخ. تعال نبصها مسلا على المياه في مناطق القطبية. قال لك بيكون الشعاع الشمسي منخفضا او معدوما في فترات الشتاء. وبالتالي ايه اللي يحصل كده? ما هو مفيش اصلا شعاع شمسي. يا اصلا الجو هناك برد موت. فبقى كل معداء تاتمسيل الضوئي بشكل كبير. اللي هو البناء الضوئي وبالتالي تنخفض عدد الكائنات التي اتعملت في البناء الضوئي على البناء الضوئي زي مين? زي الطحالب النباتية. الطحالب النباتات المائية نباتات المائية اللي هي بتاتهن بناء ضوء او مما يؤثر على توفر غزاء للكانات البحارية? طب هم ده بقيت مش لاقيين غزاءهم فهيموتوا في الكانات اللي تيجي انت كلها ما تلاقيهم ودا بيقصر على الغزاء تلك الكانات البحارية فتتأسر السلسلة الغزائية بايه باكمالها طيب ده في مناطق القطبية طيعم بص على ظهارة الاحتباس الحاري او الاحتباس الايه الحاريه الحاريه العالمي ارتفاع درجة الحرب بتاعت المائية بيدي لايه? الى موت الاشتعاب المرجني? الشعاب المرجنية ما تحتاجش خاص للتفاع الحرارة ولا التغير السريع في ضغط الحرارة. كأننا ده على الحرارة النوعية والناية وشارحناها. والتالي يقدر موت الشعاب المرجنية. طيب ببعضين قال لي ما يؤثر بشكل كبير على الكائنات البحارية اللي تتعتمد ايه? عليها. فاكن لما احنا قلنا فيه تبادل منفعة بين التحارب والايه والشعاب المرجنية. والتالي لما ده يموت مع التفاع الحرارة شفت بقى شكل عامل ازاي? مات. والتالي الاقي الكائنات بتعتمد عليه. خلاص ما بقيتش لقيه الشعاب المرجنية. العالم برص على اخر جزء بقى تأثير اشعار الشمس على الطائرات البحارية. وده اتكلمنا فيه على فصل الكسافة. الداس بتاع كسافة وكان هتة سهلة. استعاني الكلام عليها تاني. بسام اشعار الشمس في تشكيل طائرات محطية تلعب دورا دورا في توزيع الحرارة والعناصر غزائية في المحيط. قلنا ازاي? احنا هنا في خط الاستواء. الماء الدافية. الماء الدافية بتطلع لفوق لانها عقل الكسافة الماء البرزة بتنزل مكانها. فيطلع من هنا طيار دافئ. تسموه هنا طيار مين الخليجية من ماء الدافية هي طالع اسمه طيار الخليجية. ده بيوزع لي بيوزع لي حرارة بيوزع لي ملوحة بيوزع لي آآ كمان المواد الغزائية. يولي توزيع الحرارة والعناصر الغزائية في المحيطات. مما يجعل بعض المناطق الغنية بالمواد ايه? الغزائية. فيوزع على توزيع الحياة البحرية. مثل مين? طيار الخليج. الجالف ايه? استرين. قال لي احد الطيارات المحيطية الذي يحمل المياه الدافئة التي تتميز بقلة كسافتها من خط الاستواء. قلنا ده في الكسافة والله. نحو شمال المحيط الاطلاصي. مما يؤدي الى اعتدال المناخ في مناطق مثل آآ اوروبا الغربية ويعزز تنوع الحياة البحرية بها. سواقم تسعتاشر بيقول ايه? اختروا الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة في البيئة البحرية ايا من ميالي قد لا يتأثر قد لا يتأثر قد لا يتأثر بتغير الفصول خلال العام. هل معدلات التمسيط غزائي? ولا توفر الغزاء للكائنات البحرية? ولا ازدهار الشعاب المجانية? ولا نشاط الاسماك? اعرف الاجابة? وقال لي في الكمنتات اجابتك ايه بالزبط? هستنى اجاباتكم. تروحش هنا ولا هنا. اعمل لايك وشير وكومنت. سألناك ان شاء الله في في الجديدات الجاية بازن الله هتلاقي معنا هنزاكر ونحل وهنشرح هتلاقي لأمور كلها سهلة بازن الله هتلاقي لأمور متكاملة بازن الله اسهل ما يمكن وهتلاقي بازن الله ضامن الدرجة بتاعتها. شوفوا جميع في فيديو الجاية ان شاء الله. واتمنى كده تجيب درجة عالية جدا في انتحان الشهر. وبازن الله تقفل وتطمنها وتقول لنا عملت ايه? شوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.